بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا علوان الكتاب فنوم الافنان في عجائب يا علوم القرآن للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دراسة وتحقيق محمد ابراهيم سليم النشر مكتبة ابن سينة بنصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم احمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء سورة الكهف الاية الاولى والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان هذا القرآن لا تنفد عجائبه ولقد كانت الصحابة رضي الله عنه علماء كل منهم مخصوص بنوع من العلم ثم جاء بعده طبقه فطبقه فجدوا واجتهدوا واخذ كل منهم يقدم للمسلمين جانبا من جوانب علوم القرآن وعجائبه ولقد اعانم الله سبحانه وتعالى على تقديم هذا الكتاب محققا لأول مرة كي ينضم الى اخوة الله من اسرة مكتبة الدراسات القرآنية بصفة عامة والى مكتبة الامام ابن الجوزي بصفة خاصة واني لا اشكر الله على هذا التوفيق وكل امل ان ينتفع به المسلمون في مشارق الارض ونراربها وان وفقا لله لخدمة دينه وقرآنه فهو حسبنا ونعم الوكيل محمد ابراهيم سليم القاهرة في شوال سنة ثمان واربع مئة والف للهجرة الموافق لشهر مايو سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف من الميلاد بسم الله الرحمن الرحيم العلامة ابن الجوزي قال عنه الامام السيوطي في كتابه طبقات المفسرين عبد الرحمن ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله من عبد الله البكري من ولد الامام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الامام ابو الفرج ابن الجوزي البغدادي الحمدلي الواعظ صاحب التصانيف المشهورة في انواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ وغير ذلك هامش مصابر ترجنته انتهى الهامش وقال الذهبي كان مبرزا في التفسير وفي الوعظ وفي التاريخ ومتوسطا في المذهب وفي الحديث له اطلاع تام على متونه واما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين ولد تقريبا سنة ثمان او عشر وخمسمائة هامش مصابر ترجنته واحد البداية والنهاية الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة والخمسون اثنان تذكرة الحفاظ الجزء الرابع الصفحة الثانية والاربعون بعد الثلاثمائة والالف ثلاثة شذرات الذهب الجزء الرابع الصفحة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة اربعة طبقات الحفاظ الصفحة السابعة والسبعون بعد الاربع مائة خمسة طبقات القراء ابن الجزري الجزء الاول الصفحة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة ستة طبقات المفسرين للبداودي في الجزء العاشر الصفحة السابعين بعد المائتين سبعة العبر الجزء الرابع الصفحة السابعة والتسعون والمائتان وانتهى الهنش ابن الجوزي تلميذا وشيخا فتح ابنه على حلقات العلم وراح بعد ان شد يختار المشاهير منهم حتى بلغ عددهم تسعة وثمانين شيخا ومن يطلع على تراجم رجال القرن السادس والسابع الهجريين يجد الكثير من طلاب العلم والمعرفة ممن تتلمذ على يديه وكان لهم شرف الاستماع اليه حتى اصبحوا ممن يشار اليه بالبنان وحسب ابن الجوزي ما خل عليه من القاب تميزه عالم الاراق واعظ الافاق شيخ وقته امام عصره ولا عجب فمن سار على الدرب وصل فلقد زهد فيه ما ورث من فروة واقبل على العلم بكل كيانه قامعا من الدنيا بما يبلغه الى الهدف الاسماء يقول كنت في زمن الصدى اخذ معي ارغفة يابسة فاخرض في طلب الحديث واقعد على نهر ينسى فلا اقدر على اكلها الا عند الماء فكلما اكلت لقمة شربت عليها شربة وعين همتي لا ترى الا لذة تحصيل العلم هامش البدوة والمهاية لابن كثير في الجزء الثالث عشر في الصفحة السابعة والتسعين بعد الخمسمائة انتهى الهامش مؤلفاته هامش اشرت الى المراجع التي تحدثت عن مؤلفاته قديما وحديثا من خلال الحديث عنها انتهى الهامش اشار اليها كبار المؤلفين والمترجمين واصحاب الفهارس بكل التقدير يقول عنه ابن خلوكان في وفيات الاعيان كان علامة عصره وامام وقته في الحديث وكان امام وقته في صناعة الوعظ صنف في فنول كثيرة منه واحد زاد المسير في عين التفسير اربعة الزاء اتى فيها باشياء غريبة اثنان له في الاحاديث تصانيف كثيرة ثلاثة له المنتظم في التاريخ وهو كبير اربعة له الموضوعات في اربعة اجزاء ذكر فيها كل حديث الموضوع خمسة وله تلقيح فهوم الافر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة ستة وله لقط المنافع في الطب وبالجملة فكتبه اكثر من ان تعد وكتب بخطه شيء كثير والناس يغالون في ذلك حتى انهم يقولون انه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسعة كراريس وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل ويقال انه جمعت بالراية اقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل منها شيء كثير واوصى ان يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك فكفت وفضل منها وجاء في البداية ونهاية عنه برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من ثلاثمائة مصنف وكتب بيده نحو من مائتي مجلدة وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق اليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترسيه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعية تصانيفه كثيرة منها المشهور بزاد المسيش وله تفسير قريب البسط منه وله جامع المسانيد وله كتاب المنتظم هامش البداية والنهاية الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة والعشرون انتهى ويقول هو عن نفسه اول ما صنفت والفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة فليس عجيبا ان نقول انه خلق مؤلفا وتحت عنوان مؤلفات ابن الجوزي حاول الاستاذ عبد الحميد العلوجي العراقي ان يحصي مؤلفات ابن الجوزي كما وردت في مصادرها ثم وضع دليلا نقديا مقارنا مرتبا على حروف الهجاء ذكر فيه خمسمائة وتسعة عشر كتابا مما اوردته المصادر منسوبا لابن الجوزي ذاكرا مضاعا ذكرها او وجودها وارقام المغطوط الباقي منها في مكتبات العالم المختلفة وتحت عنوان اثاره المطبوعة ذكر فيه ثلاثين اثرا مطبوعا لابن الجوزي ثم عدد مئة وتسعة وثلاثين اثرا مخطوطة لابن الجوزي وانتقل الى بيان اثاره الضائعة او التي يحتمل ضياعها فذكر اسماء مئتين وثلاثة وثلاثين اثرا مخطوطة ويستبرك عليه بعض ما فاته من اثار ابن الجوزي المخطوطة الاستاذ هلال ناجي في كتابه هوامش تراثية فيقول مما وقفت عليه في المغرب العربي واحد المنظوم والمنثور في مجالس الصدور مخطوطة برقم تسعين في القرويين اثنان درر المنابر وحلي العقود والخواطر منه نسخة بالقرويين بفاس برقم ستة وتسعين واربع مئة بعد الالف ثلاثة حديث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن مجموعة من ورق برقم احد عشر ومئة تقسيم واحد الى ثماثة عشر ومئة تقسيم واحد بالرباط برقم ثمانية وخمسمائة والف تقسيم دال ثم يواصل الحديث مستدركا على اثار ابن الجوزي المخطوطة والمطبوعة التي اغفلها العلو دي بما تنافل هنا وهناك في مكتبات الشرق والغرب وان دل على شيء فانما يدل على ان الابن الجوزي قدم صدق في عالم التأليف والتصميف وحسبه انه ما زال يذكر بالخجر منذ القرن السادس الهجرين ونحن نعيش في القرن الخامس عشر والذكر للانسان عمر ثان ابن الجوزي وعلوم القرآن من ثبت التصانيف المتعلقة بالقرآن وعلومه كما جاء في البداية والنهاية يذكر ابن رجب الحنبلي بعض مؤلفات ابن الجوزي واحد كتاب المغني في التفسير واحد وثمانون جزء اثنان كتاب زاد المسير في علم التفسير اربع مجلدات ثلاثة كتاب تيسير البيان في تفسير القرآن مجلد اربع غريب الغريب جزء خمسة كتاب نزهة العيون النواضر في الوجوه والنظائر مجلد ستة الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر مختصر الكتاب السابق سبعة كتاب الاشارة الى القراءة المختارة اربعة اجزاء ثمانية كتاب تذكرة المنتبه في عيون المشتبه جزء تسعة كتاب فنون الافنان في عجائب علوم القرآن مجلد عشرة كتاب ورد الارصان في فنون الافنان جزء حادي عشر كتاب عربة الرنسخ في معرفة المنسوخ والناسخ خمسة اجزاء ثانية عشر المصفة باكف اهل الرسوخ من علم ناسخ ولمنسوخ جزء الى غير ذلك لما يدل على مقدرته وعلمه وتمكنه في علوم القرآن مخطوطة الكتاب اشار الزركشي في البرهان والسيوطي في الاتقان الى كتاب فنون الافنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي ولم يكن بد من العمل على تحقيق الكتاب لكي ينتفع به الباحثون في العلوم القرآنية وغيرهم ممن يهتمون بكتاب ربهم وينزلونه المنزلة اللائقة به من نفوسهم وعندما صح العزم مني على البدء في العمل باول مخطوطة رأيتها للكتاب وهي مخطوطة رواق المغاربة بالازهر الشريف برقم سبعة واربعين بعد الثلاثمائة لابن الجوزي في عجائب علوم القرآن توقفت عند العنوان واخذت اتساءل اهو فنون الافنان ولكن الفرق واضح في العنوان ولفت نظري في اثناء العمل ما يأتي اولا ان العنوان الذي افرده المؤلف لبيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه لم يرد تحته بيان تفصيلي بنقط القرآن في ختام هذا الباب كما يشير اليها العنوان في مخطوطة ارواق المغاربة ثانيا ان الامام السيوطي اشار في الاطقان في النوع السابع والثلاثين من علوم القرآن فيما وقع بغير لغة الحجاز الى ما قاله ابن الجوزي في فنون الافنان ونقل عنه فقرة كاملة لم اجد لها اصلا في مخطوطة ارواق المغاربة مما جعلني ابحث من جديد في دار الكتب المصرية عن فنون الافنان وهداني له الى المخطوطة التي تحمل نفس العنوان بدار الكتب المصرية تحت رقم اثنين وعشرين بعد المائتين تفسير تيمور على مايكرو فيلم برقم اثنين وتسعين ومائة وخمسة وعشرين الفا وتحتوي على مائة واثنين واثنتين وعشرين صفحة واخذت اقابل النسخة الاولى على الثامية فوجدت في التيمورية ما افتقدته في مخطوطة ارواق المغاربة وما اشار اليه الامام السيوطي وتبينت الحقائق الاتية اولا ان الفهرس والمراجع كلها تشير الى فنون الافنان ثانيا ان فنون الافنان يحتوي على ما تضمنته مخطوطة ارواق المغاربة بنصها مع زيادة ابواب وفصول عليها مما يؤكد ان الاخيرة بعض الاولى ثالثا ان النسخة التيمورية عدد صفحاتها اثنتان واثنون ومئة بينما تقع مخطوطة ارواق المغاربة في اربعة واربعين من الورقات اي ثمانية وثمانين من الصفحات رابعا ان فنون الافنان ينفرد بما يأتي واحد بيان عدد نقطه اثنان فصل في عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجن وذلك ضمن الباب الخامس ثلاثة في الباب السادس الذي تناول اجزاء القرآن تنفرد التيمورية بذكر اجزاء الثمانية والعشرين اجزاء الثلاثين اجزاء ستين اربعة الباب السابع كله عدد ايات السور مما انفردت بذكره النسخة التيمورية وقد بيان فيه الامام ابن الجوزي الاختلاف في عدد سور القرآن سورة سورة عند الكوفيين والشاميين والبصريين والمكيين والمدني الاول والاخير مبينا لا وقع عليه اجماع في العدد من سور القرآن جملة وتفصيلة وما ليس فيه خلاف في جملته مع الاختلاف في تفصيله خمسة الباب الثامن ذكر ما في القرآن من السور المتفقة في العدد على مذهب اهل الكوفة وهي السور الاخوات ومعه فصل في فضل قراءة ثلاثمائة اية والسور التي اجتمع فيها هذا العدد ستة الباب العاشر ذكر اللغات التي في القرآن وهو الذي نقل السيوطي فقرة منه سبعة الباب الحادي عشر في اداب الوقف والابتداء مما اشتركت فيه المخطوطتان لكن التيمورية انفردت بذكر الوقف على ايها كما انفردت بذكر الياءات وايضا بذكر الفرق بين التأويل والتفسير ثمانية واخيرا انفردت التيمورية بباب كامل هو باب مشكل ما في القرآن من حرف واحد ارأيت كيف ان التيمورية تزيد على مخطوطة رواق المغاربة لقد كان كل ما متمنى المتيحة للقارئ اول طبعة لفنون الافنان في عجائب علوم القرآن في صورة تكاد تكون كاملة وهكذا تحقق الامل بعون الله وتوفيقه فنون الافنان في عجائب علوم القرآن وكتاب فنون الافنان من المناجع التي جمعت خلاصة اقوال المتقدمين وصفوة اعراء المحققين حول جوانب من علوم القرآن افرد لها الامام ابن الجوزي ابوابا وفصولا تناولت ما يأتي اولا ذكر نبذة من فضائر القرآن ثانيا في ان القرآن غير مخلوق ثالثا في نزول القرآن على سبعة احرف رابعة في كتبة النصحف وهجائه خامسا في عدد صور القرآن واياته وكلماته وحروفه ونقطه سادسا في ذكر الزاء القرآن سابعة في عدد ايات الصور ثامنة ذكر ما في القرآن من الصور المتفقة في العدد على مذهب اهل الكوفة تاسعا في بيان الصور المكية والمدنية عاشرا في ذكر اللغات في القرآن حادي عشر في اداب الوقف والابتداء ثاني عشر في مشكل ما في القرآن من حرف واحد وبيان المتشابه مع ذكر انواع للمتشابه وللكتاب نيزة احصائية يكاد ينفرد بها بما لا يستغني عنه الباحثون والمهتمون بما في القرآن من عجائب لا تنفد بما يدل على ان ابن الجوزي سبق عصره بما سجله عن القرآن من احصاءات تنفرد باجزائها الحاسبات الالكترونية في عصرنا الى جانب الادلاء برأيه فيما اختلفت فيه الاراء وتشعبت الاقوال توخم في عرضها السهولة والاجاز فجاء محاولة لتبسيط علوم كثيرة متعلقة بالقرآن وقد بذلت في تحقيقه ما استطعت من الجهد لاجل والغامض وأصحح المحرف وأوضح المشكل وأكمل الناقص وإتماما للفائدة رأيت ان اقف بين يدي ابواب الكتاب وقفة تتيح لاكبر عدد من القراء الامتفاع بما جاء فيه على الوجه الاكمل وان اضعى ارقام لكل ما قام باحصائه ولقد حرست على ذكر رقم الاية في المصحف الى جانبها طالما ذكر سورتها حتى لا اشتت ذهن القارئ بين الاصل والهامش ولم اترجم الا لما دعت الضرورة اليه حتى لا تطغى التراجم على الاصل ويصبح الحصول على الكتاب صعب المنال ولم اتدخل وسعا في حسن عرض الايات ليتسنى للقارئ متعة اكثر وفائدة اعظم ومن الله استمد الرضا واستمح القبول المحقق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكرمنا بالهدى ودين الاسلام وانزل الينا اشرف الكتب واحسن الكلام وجعله معجزا في المعنى واللفظ والنظام مجتملا على علوم حارت فيها عقول الانام فمنه ما يوضح الحلال ويبين الحرام ومنه وعد للمتق ووعيد على الاثام ومنه منسوخ للابتباء وناسخ للابرام ومنه مجمل يبينه الفكر ومفصل يتضح للافهام ومنه نص صريح ومنه تنبيه على الاحكام ومنه متشابه يجب له التسليم ومنه مخصوصا بالاحكام ومنه امر ونهي وخبر واستخبار الى غير ذلك من الاقسام احمده اذ الهمنا حفظه ودراسته واشكره اذ رزقنا مراعاة لفظه وسياسته واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده الذي اصطفاه ورسوله الذي ارسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من صحبه وتابعه وصدق برسالته والنور الذي انزل معه واسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله لما انفت كتاب التلقيح من غرائب علوم الحديث رأيت ان تأليف كتاب في عجائب علوم القرآن اولى فشرعت في سؤال التوفيق قبل شروعي وانتهجت ما الهمته والقي في روعي وها انا اراعي ارفان المنا ومن راعى روعي المؤلف ابو الفرج ابن الجوزي الباب الاول باب ذكر نبذة من فضائل القرآن اخبرنا هبة الله ابن محمد ابن الحسين قال اخبرنا الحسن ابن علي ابن المذهب قال اخبرنا احمد ابن جعفر القطيعي قال حدثنا عبدالله ابن احمد ابن حمل قال حدثني ابي قال حدثنا حجاد قال حدثنا شعبة قال واحد سمعت علقمة ابن مرشد يحدث عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبدالرحمن السلمي عن عثمان ابن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه انفرد باخراجه البخاري هامش ذكره المنذري في الترغيب في قراءة القرآن وقال رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وابو عبدالرحمن السلمي هو عبدالله بن حبيب ابن ربيعة الكوفي مشهور بكنيته ولابيه صحبة وهو ثقة ثبت مات سنة اربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين الناهبة الله ابن محمد بن الحسين فهو راوي مسند الامام احمد عن احمد بن علي بن المذهب عن ابي بكر احمد بن جعفر القطيعي عن عبدالله بن الامام احمد عن ابيه وذكر الامام القرطني الحديث في مقدمة تفسيره وقال وروى النجار عن عثمان بن عفان الى اخره انتهى الامش وروى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرقم اثنان يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرأها هامش رواه التلميدي وابو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال التلميدي حديث حسن صحيح انتهى الامش وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرقم ثلاثة لا يعذب الله قلبا وعى القرآن هامش اخرجه الضيلمي عن عقبة مرفوعة انتهى الامش وروى انس ابن مارك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرقم اربعة ان لله اهلين من الناس قالوا منهم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاعصته هامش ذكره المنبي في الترغيب والترهيب في باب فضائل القرآن وقال رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن ابن بودين عن ابيه عن انس انتهى الهامش وروا ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرقم خمسة من قرأ حرفا من كتاب الله فله به الحسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومي حرف هامش ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه التلمذي وقال فيه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وذكره القرطبي في مقدمة تفسيره وقال وقد روي موقوفا انتهى الهامش وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرقم ستة من تعلم القرآن وحفظه ادخله الله الجنة وشفاعه في عشرة من اهل بيته كل قد استوجب النار هامش جاء في سنن التلمذي في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والاربعين بعد المئتين الحديث رقم تسعة وستين وثلاثة آلاف من طريق علي لا من طريق من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنة وشفاعه في عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار وقال تلمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس له اسناد صحيح واذكره المنذري في كتابه وقال رواه ابن ماجه والتلمذي واللفظ له وقال حديث غريب ورواه ابن ماجه في المقدمة عن علي بن ابي طالب حديث رقم ستة عشر بعد المئتين في الجزء الاول في الصفحة الثامنة والسبين بلفظ من قرأ القرآن وحفظه الى اخره انتهى الهامش انتهى الوجه الاول الباب الثاني في ان القرآن غير مخلوق بين يده هذا الباب في هذا الباب نرى ابن الجوزي يتصدى للقائلين زورا وبهتانا بخلق القرآن فهو يذكر حشدا من الادلة على ان القرآن غير مخلوق ولا يستريح حتى يعلن على الملأ اسماء من رأوا رأيه من الصحابة والتابعين واتابعيهم حتى اتى عصره ومن حق القارئ الكريم ان نضع بين يديه ما كان من امر المحنة التي اتعرض لها القائلون بان القرآن غير مخلوق فلقد ظهر القول بخلق القرآن في اخر الدولة الاموية على لسان الجعد ابن درهم معلم مروان ابن محمد اخر خلفاء بني امية ولم يكن هذا القول بلا اصل فاصله البعيد يرجع الى طالوت ابن اعصم اليهودي واليهود دائما وراء المحن لقد كادوا الاسلام ووضعوا على السنة مئات الناس الاحاديث المكذوبة ثم اتجهوا الى القرآن واحتالوا عليه فلم يستطيعوا الاضافة اليه او التبديل فيه فاخذوا وتساءلون هل هو قديم ام مخلوق ثم ذهبوا الى انه مخلوق وورثت المعتزلة هذا القول عن الجعد والجهم وكان كان خطأهم بالغا حين ذهبوا الى القول بكفر من يخالفهم في الرأي وظلت المسألة تنمو ويدور حولها الجبل وتتسع فيها الاقوال وتؤلف فيها الكتب حتى جاء عصر المأمون وكانت مسألة خلق القرآن هي المسألة التي تركز فيها لاعتزال في عصره ووجدت المحنة على يديه سنة ثمانية عشرة ومئتين لهجرة واستمرت ستة عشر عاما كاملة وبعدها رحم الله وانتهت المحنة هامش الله في العقيدة الإسلامية احمد بهجت انتهى الهامش وقف الامام احمد امام المحنة راسخا كالجبال واعلنها مدوية وامتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شارح العقيدة الواسطية وخلاصة القول في ذلك ان القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله تعالى لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الواقع الثامنة والثمانون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ البروج الحادية والعشرون والثامية والعشرون وقال في صحف مكومة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام دررة عبسة من الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة والقرآن والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا الإسراء الثامنة والسبعون ويراد به هنا أن يكون عالما على هذا المنزل من إنج الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق النحل الشانية بعد المئة يدل على أن ابتداء نزوله من إنج الله عز وجل وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها وإليك ما قاله ابن الجوزي في هذا الباب باب في أن القرآن غير مخلوق الرقم واحد أخبرنا عبد الله ابن علي المقري قال أنبأنا عبد الملك ابن أحمد السيوري قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسين ابن حميدة قال حدثنا محمد بن عيسى ابن سلام الآدمي قال حدثنا عبد الملك ابن عبد ربه الخواص قال انبأنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن حسان ابن عطية عن ابي الدرداء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق هامش ذكر ابن البيهقي في كتابه الاسماء والصفات وقال وانقل امينا عن ابي الدرداء رضي الله عنه مرفوعة القرآن كلام الله غير مخلوق وري ذلك ايضا عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعة ولا يصح شيء من ذلك اساميده المظلمة لا ينبغي ان يحتج بشيء منها انتهى الهامش الرقم اثنان وروا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه بالموقف ويقول انا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي هامش اخرجه التلمذي وقال فيه هذا حديث حسن صحيح غريب واخرجه ابو داود وابن ماجة والدارمي انتهى الهامش الرقم ثلاثة وروي عن ابي بكر الصديق انه خرج الى قريش بقوله تعالى الاف لام غلبت الرقم في ادنى الارض سورة الرقم انه كلام الله غير مخلوق ثم قال بعد ان رواه بسنده وهذا اسمال صحيح انتهى الهامش الرقم اربعة وقال عمر بن الخطاب القرآن كلام الله فضعوه في مواضعه الرقم خمسة وقال عثمان بن عثان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم هامش رواه البيهقي في الباب السابق من طرق ثلاثة ليس فيها فضعوه في مواضعه انتهى الهامش الرقم ستة وقال علي بن ابي طالب ما حكمت مخلوقا انما حكمت القرآن هامش رواه البيهقي من طريق الحسن بلفظ لو ان قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا واني لا اكره ان يأتي علي يوم لا انظر في المصحف وما نات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه انتهى الهامش الرقم سبعة وقال ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي يوجه قال غير مخلوق هامش رواه البيهقي في الباب السابق بسنده عن الفرح ابن يزيد الكلاعي قال قالوا لعلي رضي الله عنه حكمت كافرا ومنافقا فقال ما حكمت مخلوقا ما حكمت الا القرآن ثم قال بعد انساقه هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة بين اهل العلم ولا اراها شاعة الا عن اصل والله اعلم وقد رواه عبد الرحمن ابن ابي حاتم باسناده عن انس القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق ثم قال ان كان موقوفا على انس فهو منكر لانه لا يعرف للصحابة رضي الله عنهم الخوض في القرآن واريب بهذا انه لم يقع في الصبر الاول ولا الثاني من يزعم ان القرآن مخلوق حتى يحتاج الى انكاره والمروي عن ابن عباس اخرجه الامام البيهقي وساقه باسناده عن ابن عباس والآية من سورة الزمر الآية الثامنة والعشرون وانتهى الهامش الرقم ثمانية وروا سفيان بن عيينة عن عمر بن بينار قال ادركت الناس وكان قد ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم من سبعين سنة كلهم يقولون الله جل اسمه الخالق وما سواه مخلوق الا القرآن فانه كلام الله تعالى هامش قال ابي ادرك عمر بن بينار اجلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والانصار مثل جابر بن عبد الله وابي سعيد الخضري وعبد الله بن عمج وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم واجلة التابعين رحمة الله عليهم وعلى هذا مضى صدر هذه الامة لم يختلفوا في ذلك رواه الحافظ البيهقي في الاسماء والصفات انتهى الهامش الرقم تسعة وقال يحيى بن خلف كنت عند مالك بن انس فجاء ردل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق قال زنديق اقتلوه همش ذكره البيهقي بسنده بلفظ حدثنا يحيى بن خلف المقري قال كنت عند مالك بن انس فجاءه رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق فقال هو عندي كافر فاقتلوه وقال يحيى بن خلف وسألت الليفة بن سعد وابن لهيعة عن من قال القرآن مخلوق فقال هو كافر انتهى الهامش الرقم عشرة وقال الحسن بن ثياب سألت احمد بن حنبل ما تقول في القرآن فقال كلام الله غير مخلوق قلت فما تقول في من يقول مخلوق قال كافر هامش ساقهبة الله اللالكائي هذا الحديث في شرح السنن انتهى الهامش الرقم 11 وسأله العباس العنبري قال قوم قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق او غير مخلوق قال هؤلاء قوم شوء قال المصنف وقرأت على ابي الفضل محمد بن ناصر الحافظ عن ابي القاسم عبد الرحمن بن ابي عبد الله بن مرة عن ابيه قال ان الصحابة والتابعين وائمة الانصار قرنا بعد قرن الى عصرنا هذا اجمعوا على ان القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير ذلك كفر ونحن نقطس على ذكر ما ثبت من طريق السند ذكر ما انتهى الينا من اقوال الصحابة في ذلك مسلسل الرقم واحد الصحابي ابو بكرم الصديق اثنان عمر بن الخطاب ثلاثة عثمان بن عثان اربعة علي بن ابي طالب خمسة عبد الله بن مسعود ستة خباب بن الارد سبعة عبد الله بن عباس ثمانية عبد الله بن عمر تسعة عبد الله بن عمر عشرة عمران بن حسين حادي عشر ابو سعيد الخدري ثاني عشر عبادة بن الصانت ثالث عشر ابو هؤيرة رابع عشر اكرمة بن ابي جهل خامس عشر عائشة سادس عشر اسماء بنت ابي بكر سابع عشر النجاشي ثامن عشر ويس القرني قالوا ذلك ثم لا نعرف لهم من الصحابة المخالفة في ان القرآن كلام الله غير مخلوق ذكر من تنى الينا من اقاويل اهل البلدان والتابعين فمن بعدهم قرنا بعد قرن حتى عصر المؤلف اهل المدينة بين معقوفتين دار الهجرة هامش عصر المؤلف على انتباد القرن السادس الهجري انتهى الهامش واحد علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب اثنان جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ثلاثة عبدالله بن موسى ابن عبدالله بن الحسن اربع علي بن موسى الرضع خمسة محمد بن مسلم الزهري ستة محمد بن المنكدر سبعة مالك بن انس ثمانية عبدالعزيز بن الماجشون تسعة حاتم بن اسماعيل عشرة اسماعيل بن اويس حادي عشر عبدالله بن نافع ثاني عشر مطرف بن عبد الله ثالث عشر ابو مصعب الزهري رابع عشر مصعب بن عبدالله الزبيري خامس عشر ابو مروان العثماني سابس عشر اسحاق الحسيني سابع عشر هارون بن نوسى الفراوي ثامن عشر محمد بن ابي بكر الزبيري تاسع عشر ابراهيم بن حمزة الزبيري اشرون ابراهيم بن المنذر الحزامي الحادي والعشرون ابو بكر ابن شيبة الحزامي وغيرهم اجمعوا على ان القرآن كلام الله غير مخلوق ثم لا اعرف لهم من اهل المدينة مخالفة من اهل الاثر والجماعة اهل مكة واحد مجاهد بن جبر اثنان عطاء بن ابي رباح ثلاثة عمر بن دينار اربعة سفيان بن عيينة خمسة الفضيل بن عياض ستة محمد بن ادريس الشافعي سبعة عبدالله بن يزيد المقري ثمانية عبدالله بن الزبير الحميدي تسعة محمد بن ابي عمر عشرة بكر بن خلف حادي عشر يعقوب بن حميد ابن كاسب وغيرهم ولا اعرف لهم مخالفة من اهل مكة من اهل السنة والجماعة اهل الكوفة واحد الربيع بن خيثم اثنان ابو عبدالرحمن السلمي ثلاثة عامر الشعبي اربعة ابراهيم النخعي خمسة سليمان الاعمش ستة منصور بن المعتمر سبعة عبدالله بن شبرمة ثمانية حمد بن ابي سليمان تسعة محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عشرة حجاج بن ارطأة حادي عشر ليث بن ابي سليم ثاني عشر عمر بن ذر ثالث عشر رقبة ابن مصقلة رابعشر زكريا بن ابي زائدة خامس عشر سفيان بن سعيد سابس عشر شريك بن عبدالله سابع عشر عمار بن زريق ثامن عشر ابو بكر ابن عياش تاسع عشر عبدالسلام ابن حرب عشرون الجراح ابن مليح الحادي والعشرون عمر ابن ثابت الثاني والعشرون حفص ابن غياث الثالث والعشرون عبدالله ابن ادريس الرابع والعشرون عبدالله ابن سليمان السابس والعشرون عبس ابن يونس السابع والعشرون وكيء ابن الجراح الثاني والعشرون ابو بدر شجاع ابن الوليد التاسع والعشرون جعفر ابن عون الثلاثون ابو نعيم الفضل ابن دكين الحادي والثلاثون عبدالعزيز ابن ابان الثاني وثلاثون يحيى ابن آدم الثالث وثلاثون ابو عسان علي ابن قادم الرابع والثلاثون احمد ابن يونس الخامس وثلاثون ابو بكر ابن ابي شيبة السابس والثلاثون محمد ابن عبدالله ابن لمير السابع والثلاثون سفيان ابن وكيع الثاني والثلاثون الحسين بن علي بن الأسود التاسع والثلاثون أبو كريب محمد بن العلاء الأربعون هلناد بن السري الحادي والأربعون أبو سعيد الأشج الثاني والأربعون هارون بن إسحاق وغيرهم ولا أعرف لهم مخالفا من أهل الكوفة ممن ينسب إلى الأثر والجماعة همش الكوفة قال يقوت المصر المشهورة بأرض بابل من سواد العراق وقال غيره سميت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس بها وقيل سميت كوفة لموضعها من الأرض وذلك لأن كل رملة يخالطها حصى تسمى كوفة وقيل غير ذلك وقال ابن حلقا ومدينة الكوفة قريبة من مدينة البصرة في الكبر هواؤها أصح وماؤها أعذب وهي على الفرات وفي قراءة الهامش وقال القزويني هي التي مصرها الإسلاميون بعد البصرة بسنتين وينسب إليها الإمام أبو حنيفة النعمان وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري من أكثر الناس علما وورعا وأبو أمين شريح القاضي يدرم به المثل في العدل وتدقيق الأمور وأبو عبد الله سعي بن جبير وأبو الطيب المتنبي انتهى الهامش أهل البصرة هامش اختطها المسلمون أيام عمر بن الخطاب ومصرها عتبة بن غزوان وقال صاحب القاموس الجغرافي واقع على نحو 420 كيلو مترا من الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وعلى 88 كيلو مترا من جمال الخليج المسمى باسمها انتهى الهامش أهل البصرة واحد الحسن البصري اثنان قتادة السدوسي ثلاثة مالك بن دينار أربعة عبد الله بن عاون خمسة حماد بن سلمة ستة شعبة بن الحجاج سبعة حماد بن زيد ثمانية سلام بن أبي مطيع تسعة هشين بن بشير عشرة خليد بن عبد الله حادي عشر يحيى بن سعيد القطان ثاني عشر عبد الرحمن بن مهدي ثالث عشر خالد بن الحارث رابع عشر يزيد بن هارون خامس عشر يزيد بن ذريع سابس عشر معتمر بن سليمان سابع عشر بشر بن المفضل ثامن عشر بشر بن منصور تاسع عشر معاذ بن معاذ العنبري عشرون محمد بن نزيد الحادي والعشرون وهب بن جرير الثاني والعشرون أبو عاصم النبيل الثالث والعشرون مؤمل بن اسماعيل الرابع والعشرون روح ابن عبادة الخامس والعشرون أبو داود الطيالسي السادس والعشرون حجاج بن منهال السابع والعشرون عفان بن مسلم الثامن والعشرون سليمان بن حرب التاسع والعشرون عبد الله بن مسلمة القعنبي الثلاثون عاصم بن علي الحادي والثلاثون سعيد بن سليمان الثاني والثلاثون أبو ممسى ابن محمد بن المثوي الثالث والثلاثون محمد بن يسار الرابع والثلاثون زكريا بن يحيى ابن زحمويه الخامس والثلاثون شيبان بن فروخ السادس والثلاثون يحيى ابن كثير ثم لا أعرف لهم من أهل البصرة من أهل الجماعة والأثر مخالفا وعلي ابن المديني أجاب في المحنة ثم رجع إلى قول أهل السنة أهل اليمن هانش قال ياقوت سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة كما سميت الشام لأخذ ذنو الشمال والبحر انتهى الهانش أهل اليمن واحد طاوس ومن بعده اثنان عبد الرزاق ثلاثة يزيد بن أبي حكيم العدني ثم لا نعرف لهم مخالفا من أهل الأثر والجماعة أهل الشام والجزيرة هانش قال ياقوت وسميت الشام لتشون بني كنعان ابن حام إليها أو لأن سام ابن نوح أول من نزل فجعلت السين شيناء وكان اسمها الأول من الفرات إلى العريش وبها من أمهات المدن منبج وحلب وحماء وحمص ودمشق وبيت المقدس وفي سواحلها عكا وصور وعسقلان أما الجزيرة فقد قال ابن حوقل هي التي بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر ومن أجل مدنها نصيبين والمنصل وآند والرقة والرهى ومنبج انتهى الهانش أهل الشام والجزيرة واحد سليمان ابن عمر القاضي اثنان أرطاءة ابن المنذر ثلاثة سالم ابن الأفطس أربعة خصيف ابن عبد الرحمن خمسة مروان ابن محمد ستة محمد بن يوسف الفريابي سبعة ضلرات بن سعيد ثمانية بقية ابن الوليد تسعة أبو مسهر عشرة محمد بن سلمة الحراني حادي عشر أبو اليمان الحكم بن نافع ثامي عشر مبشر ابن اسماعيل ثالث عشر أبو توبة الربيع ابن نافع رابع عشر آدم ابن أبي إياس خامس عشر أبو الأصبر الحراني سابس عشر حيوة ابن شريح سابع عشر يزيد ابن عبد ربه ثامي عشر معافى ابن عمران تاسع عشر يزيد ابن أبي الزرقى أشرون القاسم بن يزيد الجرمي الحادي والأشرون سعيد بن المغيرة الصياد الثاني والأشرون هشام بن عمار الثالث والأشرون بحيم ابن إبراهيم الرابع والأشرون سليمان ابن شرحبيل الخامس والأشرون صفوان ابن صالح السابس والأشرون مؤمن ابن إهاب السابع والأشرون أحمد ابن عبد الرحمن ابن مفصل الثاني والأشرون عبد الله المفولي التاسع والأشرون سعيد بن حفص المفولي الثلاثون الوليد بن مسرج وغيرهم ثم لا أعرف لهم مخالفا من الجزيرة والشام مما ينتسب إلى أهل الجماعة والأثر انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب أهل الثغر همش؟ قال يا قوت الثغر كل موضع قرب من أرض العدو وسمي ثغرا من ثغرة الحائط لأنه يحتاج أن يحفظ لألا يأتي العدو منه والثغور كثيرة منها الثغور بالشام بين بلاد الشام والروم بها قوم من المسلمين وأشهرها عسقلان وقال ابن حوقا الثغور اثنان ثغور جزرية وثغور شامية والفاصل بينهما هو جبل اللكان أما الثغور الجزرية فأهمها ملطية والحدث وترصوس ومنبج وهذه وإن كانت كلها من الشام إلا أن أهل الجزيرة كانوا بها يرابطون ومنها يغزون وهذا سبب تسميتها بالثغور الجزرية وأما الثغور الشامية فأهمها حمص وحلب ويقول صاحب القانوس المحيط والثغر ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان ثم يقول وبلد قرب كرمان بساحل بحر الهند وهو المقصود انتهى الهامش أهل الثغر واحد أبو إسحاق الفزاري اثنان يوسف بن أسباط ثلاثة يحيى بن خلف الترصوسي أربعة علي بن مضاء خمسة عبد الله بن محمد الضعيف ستة عبد الرحمن بن سلام ثم لا أعرف فيهم خلافة أهل خراسان هامش قال ياقود هي بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وأخر حدودها مما يلي الهند تخارستان وغزنة وسجستان ومن أمهات بلادها نيسابور وهراه ومر وهي كانت قصبت بلخ وطالقان ونسنة وأبيورد وسرخس وما تخلل ذلك من المدن التي دون جيحون وهي اليوم أحد أقسام بلاد فارس بعد أن اقتطعت منها جهات بعضها دخل في حوزة الروس والبعض أدرج ضمن بلاد الأفغان والبعض انضم إلى قسم آخر من بلاد العجم انتهى قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب الفتوح وانتهى الهامش هذا وغيرهم مما لا يعرف لهم مخالف من أهل الجماعة والأثر وأهل خراسان على الترتيب واحد إبراهيم بن طهمان اثنان خاردة بن مصعب ثلاثة عبد الله بن المبارك أربعة النضر بن محمد المروزي خمسة مقاتل بن سليمان ستة يحيى بن معروف سبعة النضر بن شميل ثمانية محمد بن مرة تسعة ابراهيم بن رستم عشرة سلم بن سالم حادي عشر علي بن الحسن ابن شقيق ثاني عشر عبدان بن عثمان ثالث عشر سعيد بن هبيرة رابع عشر يعمر بن بشر خامس عشر محمد بن سلام سادس عشر البخاري سابع عشر علي بن حجر ثامن عشر إسحاق بن راهويه تاسع عشر أحمد بن شبوبة عشر عشرون حبان بن موسى الحادي والعشرون يحيى بن يحيى النيسابوري الثاني والعشرون محمد بن نصر الثالث والعشرون محمد بن معاوية الرابع والعشرون محمد بن منصور الطوسي الخامس والعشرون محمد بن كبير النيسابوري السادس والعشرون محمد بن إسحاق ابن خزيمة السابع والعشرون محمد بن إسحاق السراج الثامن والعشرون الحسين بن حريث التاسع والعشرون أحمد بن سلمة وغيرهم ثم لا يعرف لهم مخالف من أهل الجماعة والأثر أهل بغداد واحد حسن بن موسى الأشيب اثنان حجاج بن محمد ثلاثة شعيب بن حرب أربعة أبو النظر هاشم بن القاسم خمسة معاوية بن عمر ستة شبابة بن سوار سبعة أحمد بن حنبل ثمانية يحيى بن معين تسعة أبو عبيد القاسم بن سلام عشرة منصور بن عنار حادي عشر اسمة بن سليمان ثاني عشر أبو نصر التمار ثالث عشر أبو إبراهيم الترجماني رابع عشر أبو خيثمة زهير بن حرب خامس عشر داود بن رشيد سادس عشر يحيى بن أيوب سابع عشر سويد بن سعيد ثامن عشر إسحاق بن أبي إسرائيل تاسع عشر الحسن الحلواني عشرون عباس العنبري الحادي والعشرون سعيد بن يحيى الأموي الثاني والعشرون عبد الوهاب بن الحكم الوراق الثالث والعشرون إبراهيم بن عرعرة الرابع والعشرون زهير بن نعيم البابي الخامس والعشرون الهيثم بن خارجة السادس والعشرون الحكم بن موسى السابع والعشرون جابر بن كردي الثامن والعشرون يحيى بن عثمان الحربي التاسع والعشرون الحسن بن عرفة الثلاثون ابن اشكاب الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون عبد الله ابن احمد بن حنبل موسى بن هارون الجمال ثم ذكر الرقم السابس عشر في نهاية الجدول يحيى بن ابي طالب وغيرهم ولا يعرف لهم مخالف من اهل الاثر والجماعة اهل الري والجبل هامش الجبل اسم للبلاد المعروفة بعراق العجم وهي ما بين عصبهان الى زنجان وقزوين وهمدان والدينور والري وما بين ذلك من البلاد الجبلية وقد حدد ابن حوقل الجبال فقال حدها الشرقي الى مفازة خراسان وفارس وعصبهان وشرقي خوزستان وحدها الغربي آذربيجان والشمالي بلاد الديلم وقزوين والري وحدها الجنوبي العراق وبعض خوزستان ومن اشهر مدن الجبال هامدان والدينور وعصبهان وقم انتهى الهامش اهل الري والجبل واحد جرير بن عبد الحميد اثنان عثمان بن زائدة ثلاثة اسحاق بن سليمان الرازي اربعة يحيى بن الضريس خمسة الحكم بن بشير ستة حكام بن سلم سبعة عبد العزيز بن عثمان ثمانية فراط بن خالد تسعة اشعث بن عطاف عشرة هشام بن عبد الله حادي عشر الحارث بن مسلم ثاني عشر محمد بن سعيد بن سابق ثالث عشر محمد بن مسلم ابن داره رابع عشر ابو زرعة خامس عشر ابو حاتم وغيرهم ولا يعرف لهم مخالف من اهل الاثر اهل اصبهان هامش قال ياقوت منهم من يفتح الهمزة اصبهان وهو الاكثر الاشهر وكسرها اخرون اصبهان وهي مدينة عظيمة مشهورة من امهات المدن واعيانها واصبهان اسم للاقليم باسره يسير الانسان منها الى الري من غير تعب ويمر في طريقه على قاشان ثم على قم وتسمى بالعجمية سياهان اي العساكر وقربت فقيل اصفهان وقال صاحب القاموس الجغرافي انها واقعة على 53 كيلو مترا من الشمال الشرقي لمدينة شيراز وكانت الى سنة 3300 قبل الميلاد قاعدة لبلاد ايران انتهى الهامش اهل اصبهان واحد اصام ابن يوسف اثنان محمد بن النعمان ابن عبد السلام ثناثة عبد الله بن عمر ابن يزيد اربعة احمد بن الفرات خمسة عبد الله بن محمد ابن النعمان ولا يعرف لمن ذكرنا من اهل البلدان مخالف من اهل الجماعة والاثر جعلنا الله ممن تمسك بالسنة انه على كل شيء قدير بيان عدد القائلين من كل بلد هامش من حصر المحقق انتهى الهامش واحد اهل المدينة دار الهجرة عدد القائلين بان القرآن مسلسل غير مخلوق واحد وعشرون اثنان اهل مكة احد عشر ثلاثة اهل الكوفة اثنان واربعون اربعة اهل البصرة ست وثلاثون خمسة اهل اليمن ثلاثة ثلاثة ستة اهل الشام والجزيرة ثلاثون سبعة اهل الثغر ستة ثمانية اهل مصر سبعة تسعة اهل خراسان تسعة وعشرون عشرة اهل بغداد ثلاثة وثلاثون حادي عشر اهل الري والجبل خمسة عشر ثانية عشر اهل اصبهان خمسة اهل مصر مسلسل واحد الليث بن سعد اثنان عبد الله بن لهيعة ثلاثة عبد الله بن وهب اربعة ابو الاسود النضر بن عبد الجبار خمسة عبد ابن الربيع بن طارق ستة ابو يعقوب يحيى بن يحيى البويقي سبعة اصبغ ابن الفرج وغيرهم ممن لا يعرف لهم من اهل مصر مخالف من اهل الاثر الباب الثالث في نزول القرآن على سبعة احرف قال صاحب مناهل الارفان في مبحث نزول القرآن على سبعة احرف هذا مبحث طريف وشائق غير انه مخيف وشائك ومن غير ابن الجوزي يتاح له ان يتناول هذا البحث في براعة ومقدرة علمية قل ما اتيحت لغيره وقد تسائلني عن ما فيه من طرافة او مخافة واقول لك ان طرافته ترجع الى ما يتجلى لنا من خلاله من مظاهر رحمة الله وتخفيزه على عباده وتيسيره بكتابه على كافة القبائل العربية بل على جميع الشعوب الاسلامية حتى ينطقوا به لينة ألسنتهم سهلة لهجاتهم برغم ما بينهم من اختلاف اللغات وتنوع في الخصائص والميزات ومن طرافة هذا المبحث انك تجد نفسك امام حشد من الافكار والاراء كلها تحاول الوصول لاذهار الحق وامام مخافته فلكثرة ما فيه من القيل والقال مما قد يفتح لاعداء الاسلام ممن يدعون انفسهم مبشرين ثغرات وقد تناول العلامة ابن الجوزي في هذا الباب ادلة نزول القرآن على سبعة احرف ثم تصدى لبيان معنى نزوله على سبعة احرف وعرض لأقوال العلماء في ذلك مقتصرا في ذلك على اربعة عشر قول من بين تلك الاقوال التي بلغت خمسة وثلاثين قول ثم اختار الاصلح وبيّن الاصوب مداعم رأيه بالادلة مبينا انصار هذا الرأي من القدامة فتعال نتابع خطاه مستعينين بالله ان يمنحنا هداه نزول القرآن على سبعة احرف دليل ذلك انبأنا ابن الحسين قال انبأنا ابن المذهب قال اخبرنا ابو بكر ابن مالك قال حدثنا عبدالله ابن احمد ابن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا عبدال الاعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ نيها فاردت ان اساوره وانا في الصلاة فلما فرغ قلت من اقرأك هذه القراءة قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت فاخذت بيده اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انك اقرأتني سورة الفرقان واني سمعت هذا يقرأ حروفا لم تكن اقرأتني ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزل ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا انزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرآن انزل على سبعة احرف قال المصنف هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم هامش ويقرب من هذا ما في تفسير الطبري في الجزء الاول الصفحة العاشرة ومسند احمد في الجزء الاول الصفحة الرابعة والعشرين والبرهان في الجزء الاول الصفحة الحادية عشرة بعد المائتين ويقول صاحب المناهل عزيز المستمع هذا الهامش مطول جدا روي حديث نزول القرآن على سبعة احرف عن جمع كبير من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابو هريرة وابو بكر ثم عد واحد وعشرين صحابية ما منهم الا رواه وحكاه وكأن هذه الجنوع التي يؤمن تواطئها على الكذب هي التي جعلت الامام ابا عبيد ابن سلام يقول بتواتر هذا الحديث لكنه قال ان من شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطئهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية وهذا الشرط اذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة اما الاحرف فجمع حرف والحرف اطلق على معاني كثيرة اتى عليها صاحب القاموس اذ يقول ما نصه الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده ومن الجبل اعلاه المحدد وواحد حروف التهجي والناقة الضامرة او المهزولة او العظيمة ومسيل الماء وارام سود ببلاد بني سليم وعند النحاه ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ومن الناس من يعبد الله على حرف اي على وجه واحد وهو ان يعبده على السراء لا على الضراء او على شك او على غير طمأنينة من امره اي لا يدخل في الدين متمكنا ونزل القرآن على سبعة احرف سبع لغات من لغات العرب وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد سبعة اوجه وان جاء على سبعة او عشرة او اكثر ولكن معناه ان هذه السبعة متفرقة في القرآن انتهى كلامه بتصرف قليل اوالي قراءة الهامش واللفظ اذا اطلق على اكثر من معنى فهو من قبيل المشترك اللفظي والمشترك اللفظي يراد به احد معانيه التي تعينها القراء وتناسب المقام وعلينا بعد ان نستعرض الاراء التي يعرض هابن الجوزي ان نشاركه في اختيار المعنى المراد بعد تفنيد غيره من الاراء وانتهى الهامش اختلاف العلماء في معناه على خمسة وثلاثين قولا وقد ذكر ابو حاتم ابن حبان الحافظ ان العلماء اختلفوا في معناه على خمسة وثلاثين قولا هامش هو الحافظ محمد بن حبان البستي ويكن ابا حاتم من كبار المحدثين توفي سنة اربع وخمسين وثلاثمائة شذرات الذهب الجزء الثالث الصفحة السادسة عشرة انتهى الهامش وقد ذكر ابو حاتم ابن حبان الحافظ ان العلماء اختلفوا في معناه على خمسة وثلاثين قولا فذكرها وفيها ما لا يصلح الاعتماد عليه في توجيه الحديث انتخاب الاصلح وبيان الاصوب من تلك الاقوال وانا انتخب من جميع الاقوال ما يصلح ذكره وابين الاصوب ان شاء الله تعالى القول الاول اخبرنا عبدالله ابن علي المقري قال انبأنا عبدالواحد ابن علوان قال اخبرنا احمد ابن محمد الرسي قال انبأنا عبدالباق ابن قانع قال حدثنا محمد ابن العباس المؤدب قال انبأنا سفيان وسعيد ابن سليمان قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا عقيل عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ان الكتب كانت تنزل من باب واحد على حرف واحد وان هذا القرآن تنزل من سبعة ابواب على سبعة احرف حلال وحرام وامر ونهي وضرب الامثال ومحكم ومتشابه فاحل حلال الله وحرم حرامه وافعل ما امر به وانتهي عما نهى الله واعتبر بامثاله واعمل بمحكمه وامن بمتشابهه وقل كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب هامش صورة الى عمران الاية السابعة وقال في البرهان في الجزء الاول في الصفحة السادسة عشرة بعد المائتين قال ابن عبد البر وفي ذلك حديث الرواه ابن مسعود مرفوعا قال كان الكتاب الاول نزل من باب واحد على وجه واحد الى اخر الحديث قال وهو حديث عند اهل العلم لا يثبت وهو مجمع على ضعفه انتهى الهامش قال المصنف ومعنى هذا الحديث ان الكتب كانت تنزل من باب واحد اي انها كانت تحتوي على المواعظ فحسب ونزل القرآن مجتملا على الوجوه المذكورة القول الثاني ان الحروف السبعة حلال وحرام وامر ونهي وخبر ما كان وخبر ما هو كائن وامثال القول الثالث ان الحروف السبعة حلال وحرام ووعد ووعيد ومواعظ وامثال واحتجاج القول الرابع انها محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص القول الخامس انها مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وامثال القول السادس انها واحد لفظة خاص يراد بها الخاص اثنان لفظة عام يراد بها العام ثلاثة لفظة خاص يراد بها العام اربعة لفظة عام يراد بها الخاص خمسة لفظة نستغني بتنزيلها عن تأويلها ستة لفظة لا يعلم فقه ها الا العلماء سبعة لفظة لا يعلم معناها الا الراسخون في العلم القول السابع انها واحد اية في اثبات الصانع اثنان اية في اثبات رسله ثلاثة اية في اثبات وحدانيته اربعة اية اية في اثبات صفاته خمسة اية في اثبات كتبه ستة اية في اثبات الاسلام سبعة اية في ابطال الكفر القول الثامن انها واحد الايمان بالله اثنان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة الايمان بالقرآن اربعة الايمان بالرسل خمسة الايمان بالكتب ستة الايمان بالبعث سبعة الايمان بالقضاء والقدر القول التاسع انها ما تدخل في اللغة مثل واحد الهمز اثنان الفتح ثلاثة الكسر اربعة الايمالة خمسة التفخيم ستة المد سبعة القصر والقول العاشر انها الالفاظ المختلفة بمعنى واحد مثل هلم تعال اقبل هيا الي عندي اعطف علي والقول الحادي عشر ان احد الوجوه الجمع والتوحيد كقوله بشهاداتهم وبشهاداتهم الاية الثالثة والثلاثون سورة المعارج هامش فقد قرئها كذا بشهاداتهم جمع وقرئ بشهاداتهم بالافراد انتهى الوجه الاول ومن الجديد بالذكر النشير الى انه عندما جاء القرن الثاني للهجرة وكان في القراء من اشتهروا بالقراءة وفاقوا فيها غيرهم فاتبع المسلمون قراءتهم وصرفوا النظر عما خالفها وهم سبعة نفر تنسب اليهم القراءات السبع الى اليوم وهم على حسب ترتيب وفياتهم عزيز المستمع هذا الهامش مطول واحد عبدالله ابن عامر اليحصبي المتوفى سنة ثمانية عشرة ومئة للهجرة اخذ عن عثمان وهو في الطبقة الاولى من التابعين اثنان عبدالله ابن كثير المتوفى سنة عشرين ومئة للهجرة من قراء مكة واليه انتهت رياسة القراء ثلاثة عاصم ابن ابن النجود الكوفي الاسدي المتوفى سنة ثمان وعشرين ومئة للهجرة وكان من موالي بني نظر ابن قعين اربعة ابو عمش ابن العلاء المازني المتوفى سنة اربع وخمسين ومئة للهجرة كان من الاعلام في قراءة القرآن وعنه اخذ يونس خمسة حمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة ست وخمسين ومئة للهجرة كان تاجرا يجلب الزيت من الكوفة الى حلوان ويحمل الجبن والجوز من حلوان الى الكوفة ستة نافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم المدني المتوفى سنة تسع وستين ومئة للهجرة من اصفهان سبعة علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة تسع وثمانين ومئة هجرية وهو من اصل اعجمي وقد نشأ بالكوفة ثم تنقل بالبلدان اولي قراءة الهامش وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق على صحتها اجماعا وقد وصلت الينا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين وثمت ثلاث قراءات تلي هذه القراءات السبعة في الصحة لانها قراءة احد وهي قراءة ابي جعفر المدني المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة للهجرة وقراءة يعقوب ابن اسحاق الحضرمي المتوفى سنة خمس وثمانين ومئة للهجرة وقراءة خلف اذن هشام وبهؤلاء الثلاثة تتم القراءات عشرا وما سوى هذه العشر من القراءات فشاذ لا يعول عليه وهناك مختصر يضم شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه عنيا بنشره جيم برجشتر آسر وانتهى الهامش الثاني التذكير والتأنيف كقوله ليحصنكم ولتحصنكم الأنبياء الثمانون هامش قال قال الإمام النسفي لتحصنكم شامي وحفص أي الصنعة وبنون لنحصنكم أبو بكر وحماد أي الله عز وجل وبلياء غيرهم أي اللبوس أو الله عز وجل انتهى الهامش والوجه الثالث من القول الحادي عشر الإعراب كقوله ذو العرش المجيد فعال وذو العرش المجيد فعال البروج الآية الخامسة عشر وفي لوح محفوظ و محفوظ البروج الآية الثانية والعشرون هامش قال الإمام النسفي في تفسيره وبالجر لوح محفوظ حمزة وعلي على أنه صفة للعرش ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمه ثم قال في لوح محفوظ من وصول الشياطين نافع صفة للقرآن أي من التغيير والتبديل انتهى الهامش والقول الرابع الوجه الرابع التصريف كقوله يعكفون و يعكفون هامش يقال صرف الكلام أي اشتق بعضه من بعض ويرجع هذا الرأي إلى تصريف الفعل عكفا إلى مضارع يعكفو ثم يأتي التساؤل هل هو فعلا من باب فعل يفعل يعكفو أو فعل يفعل يعكفو وبعبارة أخرى هل هو مضموم العين في المضارع أم مكسورها وعينه هي الكاف فتقرؤها يعكفون أو يعكفون ويقول النسفي وبكسر الكاف حمزة وعلي انتهى الهامش الأعراف الآية الثامنة والثلاثون والمئة والوجه الخامس في هذا القول الأدوات كقوله ولكن الشياطين كفروا و ولكن الشياطين بالتخفيف البقرة الآية الثانية بعد المئة ومثله ولكن البر ومن و ولكن البر البقرة التاسعة والثمانون والمئة و ولكن الله رمى و ولكن الله رمى الأنثال الآية السابعة عشرة هامش والباحث يجد ان هناك من يقرأ الآيات بتشديد ولكن وهناك من يقرأها بالتخفيف ولكن الله قرأ عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون ولكن الشياطين و ولكن الله رمى وقرأ الباقون بالتشديد وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف نون ولكن الدر بينما قرأ الباقون بالتشديد وانتهى الهامش والوجه السادس في هذا القول اختلاف اللغات في المد والقصر والهمز وتركه والإمالة والتفخين والإضغام والإظهار وضم الميمات في الجمع وكسرها والهاءات في الكنايات وكسرها هامش والمتأمل يرى ان هذا الرأي يرجع الى اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخين والهمز والتسهيل وكسر حروف المضارعة وقلب بعض الحروف وإشباع مين جمع الذكور وإشمام بعض الحركات من ذلك قوله تعالى وهل أتاك حديث نوسى طهى التاسعة وقوله بلى قادرين على ان نسوي بنانه القيامة الرابعة قرئ بإيمانة وهل أتيك وموسي وبالي نحو الكسر وقوله خبيرا بصيرا قرئ بترقيق الرائن خبيرا بصيرا والصلاة والطلاق لتخفيف اللامين الصلاة والطلاق وقرئا قد افلح بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى آخر الكلمة الأولى وهو ما يسمى تسهيل الهمزة وقوله تعالى عليهم دائرة السوء و ومنهم من يلمزك في الصدقات بإشباع من جمع الذكور في كلتا الآيتين ولقراءة الهامش المطول واختلاف القبائل فيما مضى كان يدور على اللهجات في كثير من الحالات وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية وأقاليم الشعب الواحد منها الآن يدور في كثير من الحالات على اختلاف اللهجات ويقول الزرقاني وإذن فتخفيف الله على الأمة بنزول القرآن على سبعة أحرف لا نتحقق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات حتى إن بعض العلماء جعل الوجوه السبعة منحصرة في اللهجات لا غير وانتهى الهامش والوجه السابع تغير اللفظ من الحاضر إلى الغائد كقوله نؤتيه و يؤتيه النساء الآية الرابعة عشرة بعد المئة هامش فالآية ومن يفعل ذلك ذات آاء مرضات الله فسوف نؤتيه ألغا عظيما قرأ أبو عمر وخلف وحمزة بلياء فسوف يؤتيه امتهى الهامش كذلك يدخله و ندخله سورة النساء وسورة الفتح الآية الآية الثالثة عشرة في سورة النساء والآية السابعة عشرة في سورة الفتح هامش فالآية ومن يتعلان ورسوله يدخله قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ندخله امتهى الهامش والقول الثاني عشر على وجوه أحدها اختلاف الإعراب في الكلمة بحركة لا تزيلها عن صورتها في الكتاب هن أطهر لكم هود الثامنة والسبعون برفع الراء وكذلك بفتحها هن أطهر لكم هامش قال أبو البقاء العكبري في كتابه إعراب القرآن هؤلاء مبتدأ وبنات عطف بيان أو بدل وهن فصل وأطهر الخبر ويدوز أن يكون البنات خبر وهن أطهر مبتدأ وخبر وقرأ في الشاذ هن أطهر بالنصب وفيه ودهان أحدهما أن يكون بناتي خبر وهن فصل وأطهر حال والثاني أن يكون هن مبتدأ ولكن خبره وانتهى الهامش ومثله وهل يجاز إلا الكفور بضمي يجاز وكذلك بإحداث النون وهل نجاز إلا الكفور هامش الآية وهل نجاز إلا الكفور سبأ السابعة عشرة فإذا تصورنا أنهم كانوا يكتبون بلا نقط ولا شكل صلحت الآية للقراءتين مع بقاء صورتها في الكتاب أي الكتابة على ما هي عليه فمن قرأ بضمي الياء وهل يجاز كان الفعل مبنيا للمجهول وأعرب الكفور في هذا الاستثناء المفرغ نائب فاعل مرفوع ومن قرأ ومن قرأها بالنون مثل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص وهل نجاز فالفعل عنده مبني للمعلوم الزاي فيه مكسورة والكفور منصوب وانتهى الهامش والوجه الثاني اختلاف في أعراض الكلمة على وجه يعتري حركاتها ويختلف به معناها ولا يزيلها في الكتاب عن صورتها كقوله اذ تلقونه بألسنتكم وقرئ تلقونه سورة النور الآية الخامسة عشرة هامش قال العكبري وتقرأ تلقونه بضم التاء من ألقيت الشيء إذا طرحته وتليقونه بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف وتخفيفها أي تسرعون فيه وعصله من الولق وهو الجنون ويقرأ تقفونه بفتح التاء والقاف وفاء مشددة مفتوحة بعدها وعصله تتقفون أي تتبعون وانتهى الهامش وكذلك ودكر بعد أمة يوسف الخامسة والأربعون وقرئ بعد أمة هامش الأمة الحين والمدة قال العكبري في أعراب القرآن بعد أمة يقرأ بضم الهمزة وبكسرها بعد أمة أي نعمة وهي خلاصه من السجن ويجوز أن تكون بمعنى حين ويقرأ بفتح الهمزة والميء وها منونة أمهن وهو النسيان يقال أمها يأمه أمهن انتهى الهامش الثالث اختلاف في تغير حروف الكلمة بما يغير معناها دون صورتها وإعرابها كقوله ننشذها بالزاي البقرة التاسعة والخمسون بعد المئتين هامش قال العكبري في إعراب القرآن و ما ينشورها يقرأ بفتح النون وضم الشين وما عضيه نشر وفيه ودهان حدهما أن يكون مضارع أنشر الله الميت فنشر ويكون نشر على هذا بمعنى أنشر فاللازم هو المتعدي بلغ واحد والثاني أن يكون من النشر الذي هو ضد الطي أن يبسطها بالإحياء ويقرأ بضم النون وكسر الشين ننشيرها أي نحييها وهو مثل قوله ثم إذا شاء أنشره ويقرأ بالزاي أي نرفعها وهو من النشذ وهو المرتفع من الأرض وفيها على هذا قراءتان ضم النون وكسر الشين من أنشزته وفتح النون وضم الشين من شوزها ومعضيه نشزته وهما لغتان وانتهى الهنش وكذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم سبق الثالثة والعشرون وقرأ فرغ عن قلوبهم بالغين المعجمة هنش قال النسفي فزع أي كسف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن وفزع شامي أي الله تعالى والتفزع إزالة الفزع ويقرأ فرغ أي أخلي قال في مختصر الكتاب البديع لابن خانويه فزع عن قلوبهم عبد الله بن عمر والحسن وأيوب السختياني وقال آخرون فرغ انتهى الهنش والرابع قال الموز وأول من غرس الموز بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه انتهى الهامش والرابع اختلاف في صورة الكومة في الكتاب دون المعنى كقوله إن كانت إلا صيحة واحدة ياسين الآية التاسعة والعشرون وكذلك الآية الثالثة والخمسون وقرأ إن كانت إلا زقية هامش جاء في الكتاب البديع لابن خالويه إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع فيهما في الموضعين أبو جعفر على اعتبار كان تامة إن كانت إلا زقية ابن مسعود وهي قراءة شاذة كما جاء في مختصر الشواذ وقال العكبري في إعراب القرآن إن كانت إلا صيحة اسم كان مضمر أي ما كانت الصيحة إلا صيحة والغرض وصفها بالاتحاد ويقال زق الطائر زقاء إذا صاح وهي الزقوة والصيحة وانتهى الهامش والخامس الاختلاف بتقديم الكلمة وتأخيرها كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وقرأت وجاءت سكرة الحق بالموت خاف التاسعة عشرة هامش سكرة الحق بالموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبين رحمه الله وهي قراءة شادة كما جاء في الكتاب البديع لابن خالويه حيث لم تبلغ درجة التواتر الوجه السادس اختلاف تغيير صورة الكلمة ومعناها كقوله وطلح مندود وقرأ وطلع مندود الواقع الآية التاسعة والعشرون هامش جاء في مختصر شواب للقرآن لابن خالويه وطلع بالعين قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فقيل له أفلا نغيره في المصحف قال ما ينبغي أن يهاج أي لا يغير وقيل في التفسير وطلح مندود قال الموز وأول من غرث الموز بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن رضي الله عنه امتهى الهامش السابع الزيادة والنقصان كقوله وما عملته أيديهم وقرأ وما عملت أيديهم ياسين الآية 35 همش قال في أعراب القرآن للعكبري وما عملته في ما ثلاثة أوجه أحدها هي بمعنى الذي والثاني نكره موصوفه وعلى كلا الوجهين هي في موضع جر عطفا على ثمره ويجوز أن يكون نصبا على موضع من ثمره والثالث هي نافية ويقرأ بغيرها ويحتمل الأوجه الثلاثة إلا أنها نافية بضعف لأن عملت لم يذكر لها مفعول وما عملت أيديهم هي قراءة حمزه والكسائي وشعبة بحذف الهاء من عملته حاشية الجمل على الجلالين وانتهى الهامش وقوله إن الله هو الغني الحميد وقرأ فإن الله الغني الحميد لقمان السادسة والعشرون والحديد الرابعة والعشرون هنش هذه الآية ليس فيها قراءتان أما ما فيه قراءتان فالآية الرابعة والعشرون من سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد والقراءة الثانية فإن الله الغني الحميد بحذف هو وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر والباقون بإثبات نفض هو وانتهى الهامش القول الثالث عشر أن أحد الوجوه التأنيث والتذكير كقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل البقرة الثامنة والأربعون همش قراء ابن كثير والبصريان ولا تقبل بالتأنيث المناسبة لكلمة شفاعة وإن كانت بها المؤنث اللفظي الذي لا يجب تأنيث الفعل له ومن هنا جاءت قراءة الباقين بالتذكير ولا يقبل إلى جانب أن الشفاعة والشفيع بمعنى انتهى الهامش و ولا تحل لك النساء و ولا يحل الأحزاب الآية الثانية والخمسون هامش قرأ أبو عمر ويعقوب لا تحل وقرأ الباقون لا يحل قال النسفي بالتاء أبو عمر أبو عمر ويعقوب وغيرهما بالتذكير لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وإذا جاز بغير فصل فمع الفصل أجوز انتهى الهامش والثاني الجمع والتوحيد أي الإفراد كقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه و وكتابه التحرين الآية الثانية عشرة هامش بكلمات ربها أي صحفه التي أنزلها على إدريس وغيره وكتبه بصري وحفص يعني الكتب الأربعة كما قاله النسفي وقال في حشية الجمل على الجلالين وكتبه المنزلة أي على الأنبياء كإبراهيم وموسى ومريم وابنها عيسى انتهى للخازن وانتهى الهامش والذين هم لأماناتهم لأماناتهم المؤمنون الآية الثامنة هامش قرأها بالتوحيد أي بالإفراد ابن كثير وقرأ الباقون بالجمع ومما يجدر بالذكر أن كتابة المصحف قبل النقط والشكل والمد تتيح للقارئ القراءتين انتهى الهامش بشهاداتهم و بشهاداتهم المعارج الثالثة والثلاثون هامش قرأ حفص بالجمع وقرأ الباقون بالتوحيد أي بالإفراد انتهى الهامش انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب والثالث الخفض والرفع قوله في لوح محفوظ محفوظ و في لوح محفوظ محفوظ البروج الثانية والعشرون هامش سبق أن علقنا بما يغني عن الإعادة انتهى الهامش هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله فاطر الثالثة هامش قال العكبري في أعراب أغير يقرأ بالرفع وفيه وجهان أحدهما هو صفة لخالق على الموضع لدخول حرف الجر غير الأصلي عليه فهو مجرور لفظة مرفوع النحلة وخالق مبتدأ والخبر محذوف تقديره لكم أو للأشياء والثاني أن يكون فاعل خلق أي هل يخلق غير الله شيئا ويقرأ بالجر على الصفة لفظة وقراءة الجر هي قراءة جعفر وحنزة وخلف انتهى الهامش والرابع الأدوات والآلات كالنون إذا شددتها والألف إذا كسرتها أو فتحتها ونصب ما بعدها كقوله ولكن البر و ولكن البر البقرة التاسعة والثمانون والمئة كذلك ولكن الله رمى و ولكن الله رمى الأنفال السابعة عشرة هامش سبق لنا أن علقنا عليه انتهى الهامش والخامس الإعراب والتصريف كقوله تعريشون و يعرشون النحل الثامنة والستون هامش قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء يعرشون وقرأ الباقون بكسرها وهذا مثال التصريف أما اختلاف الإعراب فقد مثلوا له بقوله تعالى ويضيق صدري قرأ ويضيق صدري وهي قراءة يعقوب الشعراء الثالثة عشرة انتهى الهامش كذلك يعكفون و يعكفون الأعراف الثامنة والثلاثون والمئة هامش وقد سبق هذا القول والتعليق عليه انتهى الهامش والسادس تغيير اللفظ والنقط كقوله نانشر و ننشز البقرة التاسعة والخمسون بعد المئتين وبالزال المعجمة والراء هامش فقد تغير بالقراءة الثانية اللفظ من نانشر إلى ننشز وصحبه تغيير النقط حيث أصبحت الراء المهملة زايا منقوطة وقد سبق هذا القول انتهى الهامش والسابع ما يدخل في اللفظ مما تجوزه اللغة كالقصر والمد والتفخين والإمالة والكسر والفتح والهمز هامش عزيز المستمع هذا الهامش مطول قصر الممدود ومد المقصور مما تعارف عليه العرب في لغتهم وبخاصة في شعرهم فكلمة غنا مثلا مقصورة فيأتي شاعر ويمدها ويقول فلا فقر يدوم ولا غناء وقال ابن قتيبة في كتاب المشكل ما نصه فكان من تسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرئ كل أمة لعله يريد بالأمة القبيلة بلغتهم وما جرت به عادتهم فالأسدي يقرأ يعلنون ونعلم وتسود تسود وذوه وألم إعهد بكسر حروف المضارعة في ذلك كله والتميني يهمز والقرشي لا يهمز والآخر يقرأ قيل لهم وغيظ الماء بإشمان الضم مع الكسر وبضاعتنا ردت إلينا يقرأها ردت إلينا بإشمان الكسر مع الضم وما لك لا تأمن بإشمان الضم مع الإضغام ويقول العلمة ابن الجزري وهذا يقرأ قدفلح وقلوحي وإذا خلوا إلى شياطينهم بالنقل والآخر يقرأ موسى وعيسى يقرأها موسى وعيسى بالإمالة وغيره يلطف وهذا يقرأ خبيرا بصيرا بترقيق الراء والآخر يقرأ الصلاة والطلاق بالتفخين إلى غير ذلك انتهى كلامه وانتهى الهامش القول الرابع عشر أن المرادة بالحديث أنزل القرآن على سبع لغات وهذا القول لا تثبت عنده السبل وهذا اختيار ثعلب وابن جرير هامش ثعلب هو أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة مات سنة 91 ومئتين للهجرة انباه الرواه الجزء الأول الصفحة الثامنة والثلاثون والمئة تعلم النحو على الفراء وابن الأعرابي اشتهر بالحفظ ومعرفة العربية ورواية الشعر القديم له كتاب الفصيح وكتاب قواعد الشعر وكتاب اختلاف النحويين ابن جرير الطبري الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد الآئمة جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره روى عنه الطبراني وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية طبقات المفسرين انتهى الهامش إلا أن قوما قالوا هي سبع لغات متفرقة لجميع العرب في القرآن الكريم وكل حرف منه لقبيلة مشهورة وقوما قالوا أربع لغات لهواز وثلاثة لقريش وقوما قالوا لغة لقريش ولغة لليمن ولغة لتمين ولغة لجرهم ولغة لهواز ولغة لقضاع ولغة لطيء وقد قالوا إنما هي لغة الكعبين كعب بن عمر وكعب بن رؤي ولهما سبع لغات ذكر هذا التفصيل أبو حاتب ابن حبان الحافظ وغيره رأي المؤلف والذين راه أن التعيين من اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه بل نقول نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب وقد كان بعض مشايخنا يقول كله بلغة قريش وهي تشتمل على أصول من القبائل هم من أرداب الفصاحة وما يخرج من لغة قريش في الأصل لم يخرج عن لغتها في الاختيار ما استدل به أبو جعفر الطبري وقد استدل أبو جعفر الطبري على أن المراد سبع لغات بأنه لما تمار القراء وعند النبي صلى الله عليه وسلم صوب الجميع ولو كانت قراءتهم تختلف في تحليل وتحرين لما صوب ذلك همش تمار تجادل امتهى الهامش فدل على أن الاختلاف في اللغة كان ويدل عليه قول ابن مسعود إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع هامش التنطع التشدد في غير ما ضرورة امتهى الهامش الباب الرابع في كتابة المصحف وهجائه بين يدي هذا الباب للمحقق كتابة المصحف وهجائه أو رسمه يراد بها الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن وحروفه وكما يقول الزلقاني في مناهل الأرفان إن الأصل في المكتوب أن يكون موافقا تماما الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير لكن المصحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت فيها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق وذلك لأغراض شريفة وقد غني العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خطها على غير مقياس لفظها وللمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في ست قواعد وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما وفي ذكر المصنف لها يتجلى لنا الفرق بين كتابة المصحف وبين مصطلح الخطوط في عصرنا ومما هو جدير بالذكر أن المصحف العثماني المطبوع في مصر كتب وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبن نجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصحف التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة والمصحف الذي جعل لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه وعن المصاحف المنتسخة منها مع مراعاة رواية حفص على حسب ما رواه الشيخان أبو عمر الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف فتعال نتابع ما قاله الإمام بن الجوزي في هذا الشأن فصل فيما جاء في القرآن من ذكر أن لا قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري كل ما في القرآن من أن لا فهو في المصحف حرف واحد همش أي كلمة واحدة متصلة اضغمت أن في اللام فصارت حرفا واحدة ألا ويطلق الحرف على الكلمة وابن الأنباري من أعلى منوحات الكوفة أخذ عن ثعلب ومات سنة 27 و300 هجرية ترجمته في طبقات الزبيدي في الصفحة الحادية وال70 والمئة ونزهة الألباء في الصفحة الثلاثين بعد الثلاثمائة ومعجم الأدباء في الجزء الثامن عشر في الصفحة الثادسة بعد الثلاثمائة وانباه الرواه في الجزء الثالث الصفحة الحادية بعد المئتين انتهى الهامش قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري كل ما في القرآن من أن لا فهو في المصحف حرف واحد أن لا إلا عشرة أحرف واحد في الأعراف أن لا أقول على الله إلا الحق الآية الخامسة بعد المئة اثنان في الأعراف كذلك أن لا يقول على الله إلا الحق الآية التاسعة والستون بعد المئة وذلك بفصل أن عن لا ثلاثة في التوبة أن لا ملجأ من الله إلا إليه الآية الثامنة الآية الثامنة عشرة بعد المئة أربعة سورة هود ثلاثة وأن لا إله إلا هو الآية الرابعة عشرة خمسة وفي هود أيضا أن لا تعبدوا إلا الله الآية السادسة والعشرون ستة وفي سورة الحج أن لا تشرك بي شيئا الآية السادسة والعشرون سبعة وفي سورة ياسين أن لا تعبدوا الشيطان الآية الستون ثمانية وفي سورة الدخان أن لا تعلوا على الله الآية التاسعة عشرة تسعة وفي سورة الممتحمة أن لا يشركن بالله شيئا الآية الثانية عشرة عشرة وفي نون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين القلم الرابعة والعشرون هؤلاء العشرة الأحرف مقطوعة كتبت على الأصل لأن الأصل فيه أن لا والموادع التي كتبت فيها موصولة ينبني الخط فيها على النفض لأن الأصل فيه أن لا فأدغمت النون في اللام لقرب مخرجها منها فذلك أن من الفم أحد عشر مخرجا فالمخرج الخامس منها لللام والسادس للنون فلما اندغمت النون في اللام صارت لاما مشددة وبني الخط على اللفض ولا ينبني أن يقف على أن قطعت في الخط أو وصلت لأنها ناصبة للذي بعدها والناصب والمنصوب منزلة حرف واحد هامش هناك قواعد خضعت لها كتابة المصحف وبدأ المصنف بقاعدة الوصل والفصل وخلاصتها أن كلمة أن بفتح الهمزة توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدها هكذا ألا ويستثنى من ذلك عشرة مواضع ألا يقول إلى آخره انتهى الهامش فصل فيما جاء من ذكر النعمة قال أبو بكر ابن الأنباري وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر النعمة فهو بالهاء هامش أي التاء المربوطة انتهى الهامش إلا أحد عشر حرفا هامش فإنها كتبت فيها مفتوحة انتهى الهامش واحد في سورة البقرة الآية الحادية والثلاثون والمئتان واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب هامش تأمل هذا الحصر الجميل فإن الآية الحادية عشرة بعد المئتين في سورة البقرة جاءت بالهاء ومن يبدل نعمة الله بالتاء المربوطة انتهى الهامش اثنان آل عمران الآية الثالثة بعد المئة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ثلاثة سورة المائدة الآية الحادية عشرة اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أربعة سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية الثامنة والعشرون خمسة نفس السورة الآية الرابعة والثلاثون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ستة سورة النحل الآية الثانية والسبعون وبنعمة الله هم يكفرون سبعة سورة النحل أيضا الآية الثالثة والثمانون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا كله بكتابة التاء مفتوحة ثمانية نفس السورة سورة النحل الآية الرابعة عشرة بعد المئة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون تسعة سورة لقمان الآية الحادية والثلاثون تجري في البحر بنعمة الله عشرة في الملائكة أي سورة فاطر الآية الثالثة اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله همش ومن المفيد أن نذكر أن كلمة نعمة جاءت في القرآن أربعا وثلاثين مرة انتهى الهامش انتهى الهامش حادي عشر في سورة الطور الآية التاسعة والعشرون فما أنت بنعمة ربك همش وهذا الفصل داخل تحت قاعدة البدل وخلاصتها عزيز مستمع هذا الهامش مطول خلاصة قاعدة البدل واحد أن الألفاء تكتب واوا للتفخيم في مثل الصلاة والزكاة والحياة إلا ما استثني اثنان ترسم الألف ياء إذا كانت منقلبة عياء نحو يتوفاكم يا حسرة يا أسف وكذلك ترسم الألف ياء في هذه الكلمات إلى على أن بمعنى كيف متى بلى حتى لدى ما عدا لدى الباب في سورة يوسف فإنها ترسم ألف ثلاثة وترسم النون ألفا في نون التوكيد الخفيفة وفي كلمة إذن أربعة وترسم هاء التأميث تاء مفتوحة في كلمة رحمة بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف وفي كلمة نعمة نعمة بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل والقمان وفاطر والطور وفي كلمة لعنة الله وفي كلمة معصية بصورة قد سمع وفي هذه الكلمات إن شجرة الزقوم بفتح تاء شجرة وفي كلمة إمرأة إمرأة إمران وإمرأة نوح وفي غير ذلك انتهى الهامش فصل في ما جاء في القرآن من ذكر الكلمة قال أبو بكر وكل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالهاء هامش من المفوض أن نذكر أنها وردت في القرآن ستا وعشرين مرة كلها بالهاء ما عدا ثلاثة أمكنة منها ولقد ذكر الزرقامي في فوائد الرسم العثماني إفادة بعض اللغات الفصيحة مثل كتابة هاء التأميذ تاء مفتوحة دلالة على لغة طيئ انتهى الهامش كل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالهاء إلا ثلاثة أمكنة واحد في الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى بالتاء المفتوحة الآية السابعة والثلاثون والمئة اثنان في سورة يونس الآية الثالثة والثلاثون حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ثلاثة وفي سورة المؤمن وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الآية السادسة فصل فيما جاء في القرآن من ذكر المعصية واللعنة والثمرة أهو بالهاء أم بالتاء وأيضا ما جاء من ذكر إنما أهي متصلة أم منفصلة قال أبو بكر ابن الأنباري وكل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بهاء أي بتاء مربوطة إلا حرفين همش أي موضعين أو كلمتين كما أشرنا من قبل وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ومعجم ألفاظ القرآن الكريم من إعداد المجمع اللغوي نجد أن كلمة معصية لم تأتي في القرآن إلا في هذين الموضعين وبناء عليه ليس هناك ذاع للتعميم والاستثناء وينبغي أن يقال كل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بالتاء المفتوحة وذلك فيه موضعين جامعتهما سورة واحدة هي سورة المجادلة ومعصية الرسول في الآيتين الثامنة والتاسعة وانتهى الهامش كل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بهاء إلا حرفين واحد في سورة المجادلة يتناجون بالإثن والعدوان ومعصية الرسول الآية الثامنة وفيها كذلك في الآية التاسعة إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثن والعدوان ومعصية الرسول قال وكل ما في كتاب الله تعالى من ذكر اللعنة فهو بالهاء إلا حرفين همش وقد وردت اللعنة في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة انتهى الهامش واحد في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين فنجعل لعنة الله على الكاذبين اثنان في سورة النور الآية السابعة والخامسة 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 أن لعنة الله عليه قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الثمرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدة في سورة فصلت همش من الجذير بالذكر أنها وردت في القرآن الكريم مرتين مرة بصيغة الإفراد في سورة البقرة كل ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الآية الخامسة والعشرون أما الثانية فقد وردت بصيغة الجمع في سورة السجدة بين معقوفتين فصلت والأمر هنا يرجع إلى قاعدة ما فيه قراءتان وخلاصتها أن الكلمة إذا قرئت على وجهين تكتبوا برسم أحدهما كما رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي مالك يوم الدين ويخادعون الله ووعدنا مونسى وتفادوهم ونحوها وكلها مقرؤة بإثبات الألف وحذفها وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة وهي غيابة الجب أنزل عليكم آيات في العنكبوت ثمرات من أكمامها في فصلت هم في الغرفات آمنون في سبأ وذلك لأنها كلها مقرؤة بالجمع والإفراد وغيرها كثير وما ذلك إلا للتمثيل والتنوير وانتهى الهامش قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الثمرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدة في سورة فصلت وما تخرج من ثمرات من أكمامها الآية السابعة والأربعون انتهى الوجه الأول إنما وما يشبهها وكل ما في القرآن من ذكر إنما فهو في المصحف حرف واحد إلا التي في الأنعام إنما توعدون لآت بفصل إن عن ما الآية الرابعة والثلاثون والمئة همش هذه الكلمة وما بعدها تطبيق على قاعدة الفصل والوصل التي قام رسم المصحف على أساس منها وخلاصتها واحد أن كلمة أن بفتح الهمزة توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدها ويستثنى من ذلك عشرة مواضع وقد سبق بيانها اثنان وكلمة من توصل بكلمة ما إذا وقعت بعدها ويستثنى مما ملكت أيمانكم في النساء والروم و ومما رزقناهم في سورة المنافقون ثلاثة وكلمة من توصل بكلمة من مطلقا أربعة وكلمة عن توصل بكلمة ما إلا قوله سبحانه عمانه وعنه خمسة وكلمة إن بالكسر توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه وإما نرينك ستة وكلمة أن بالفتح توصل بكلمة ما بغير استثناء سبعة وكلمة كل توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه كلما ردوا إلى الفتنة ومن كل ما سألتموه ولي قراءة قاعدة الفصل والوصل ثمانية وتوصل كلمات نعمة وربما وكأنما وويكأن ونحوها تسعة وسوف يتناول المؤلف هنا إن المشددة مكسورة الهمزة إذا وقعت بعدها ما وأتناول بعدها ابن أم وما يسري عليها من حيث الوصل والفصل وكذلك أم وكذلك لكي لا وكذلك في ما وكذلك بئس ما وكذلك فإن لم ومن الجديد بالذكر أن هناك خطين لا يقاس عليهم خط المصحف العثماني وخط العروب وتقطيع الشار أما قواعد الإملاء فهي تخضع للتجديد والتيسير ويمكن الرجوع إلى كتاب معلم الإملاء إصدار مكتبة القرآن فهو مرجع في هذا المجال انتهى الهامش المطول وكل ما في القرآن من ذكر إنما فهو في المصحف حرف واحد إلا التي في الأنعام إنما توعدون لآت الآية الرابعة والثلاثون والمئة قال وقوله ابن أم هي في الأعراف حرفان هامش أي غير متصلة في الأعراف ومتصلة في طاها انتهى الهامش هي في الأعراف حرفان قال ابن أم إن القوم استضعفوني الآية الخمسون بعد المئة وفي طاها حرف واحد قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي الآية الرابعة والتسعون فصل عن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذكر أم من قال أبو بكر كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر أم من فهو في المصحف موصول إلا أربعة أحرف كتبت مقطوعة واحد في سورة النساء الآية التاسعة بعد المئة أم من يكون عليهم وكيلا اثنان وفي التوبة الآية التاسعة بعد المئة أم من أسس بنيانه على شفى جرف ثلاثة وفي الصافات الآية الحادية عشرة أم من خلقنا أربعة وفي حامي السجدة سورة فصلت الآية الأربعون أم من يأتي آمنا يوم القيامة والحجة فيما قلت موصولا أن ميم أم أدغمت في ميم من فصارت آميما مشددة ويبنى الخط على اللفظ والذي كتب مقطوعة كتب على الأصل هامش ذكر الزرقاني في مناهل الأرفان من مزايا الرسم العثماني وفوائده إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا ووصلها في قوله تعالى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إذ كتبت هكذا أم من بإضغام الميم الأولى في الثانية وكتابتها ميما واحدة مشددة فقطع أم الأولى في الدلالة كان للكتابة على أنها أم المنقطعة بمعنى بل ووصل أم الثانية للدلالة على أنها ليست كذلك وانتهى الهامش فصل فيما جاء في القرآن من ذكر الربا وما جاء موصولا ومقطوعة ذكر غير ابن الأنباري أن كل شيء في القرآن من ذكر الربا فهو بالواو هامش بناء على قاعدة البدل التي أشرنا إليها من قبل وقد وردت كلمة الربا في سبعة مواضع انتهى الهامش كل شيء في القرآن من ذكر الربا فهو بالواو إلا في واحد سورة الروم الآية التاسعة والثلاثون وما آتيتم من ربا ليربو وكل شيء في القرآن لكيلا فهو مقطوع إلا في ثلاثة مواضع هامش جاء في معجم ألفاظ القرآن إعداد مجمع اللغة العربية ما يأتي كي أحد الحروف التي تنصب المضارع ويذكر للتعليل أي بيان السبب في وقوع فعل يشار إليه قبله وقد تأتي بعده لا النافية فيقال كي لا بمعنى حتى لا وقد يؤتى قبله بلام التعليل لتأكيد التعليل الذي تفيده كي ولم تستعمل مسبوخة بلام التعليل في القرآن إلا وقد ذكر بعدهما لا النافية وقد ذكر ابن الجوزي نقلا عن غير ابن الأنباري أن المواضع التي تأتي فيها لكي لا متصلة ثلاثة في الحج والأحزاب والحديد بينما زاد معجم ألفاظ القرآن موضعا رابعا هو في سورة آل أمران الآية الثالثة والخمسين والمئة فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وللقراءة الهامش أما المواضع التي جاءت فيها منفصلة فهي واحد في سورة النحل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الآية السبعون كذلك في سورة الأحزاب الآية السابعة والثلاثون لكي لا يكون على المؤمنين حرج انتهى الهامش وكل شيء في القرآن لكي لا فهو مقطوع إلا في ثلاثة مواضع في الحج الآية الخامسة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وفي الأحزاب الآية الخمسون لكي لا يكون عليك حرج وفي الحديد الآية الثالثة والعشرون لكي لا تأسوا على ما فاتكم فيما وفيما وكل شيء في القرآن فيما فهو حرف واحد موصول غير مقطوع إلا أحد عشر حرفا واحد سورة البقرة الآية الأربعون بعد المئتين فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بفصلي في عن ما اثنان سورة المائدة الآية الثامنة والأربعون فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ثلاثة سورة الأنعام الآية الخامسة والأربعون والمئة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أربعة في الأنعام أيضا الآية الخامسة والستون والمئة ليبلوكم فيما آتاكم خمسة في الأنبياء الآية الثانية بعد المئة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ستة في سورة النور الآية الرابعة عشرة لمسكم فيما أفضتم فيه سبعة سورة الشعراء الآية السادسة والأربعون والمئة أتتركون فيما هاهنا آمنين ثمانية سورة الروم الآية الثامنة والعشرون هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تسعة سورة الزمر الآية الثالثة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون عشرة نفس السورة سورة الزمر الآية السادسة والأربعون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون حادي عشر سورة الواقعة الآية الحادية والستون وننشئكم فيما لا تعلمون مما ومن ما وكل شيء في القرآن مما فهو حرف واحد موصول إلا في ثلاثة مواضع واحد سورة النساء الآية الخامسة والعشرون فمما ملكت أيمانكم اثنان سورة الروم الآية الثامنة والعشرون هل لكم مما ملكت أيمانكم ثلاثة سورة المنافقون الآية العاشرة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت بئس ما وبئس ما وكل ما في القرآن بئس ما فهو مقطوع غير موصول إلا في ثلاثة مواضع واحد سورة البقرة الآية التسعون بئس ما اشتروا به أنفسهم اثنان سورة البقرة كذلك الآية الثالثة والتسعون بئس ما يأمركم به إيمانكم ثلاثة سورة الأعراف بئس ما خلفتموني من بعدي الآية الخمسون والمئة فإن لم وفإذ لم وكل ما في القرآن فإن لم فهو مقطوع فيه نون إلا فيهود فإنه مدغم بغير نون الآية الرابعة عشر من سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم الباب الخامس عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه أما سوره فقال أبو الحسين ابن المنادي همش من تآليفه كتاب اختلاف العدد وأكثر مؤلفاته في علوم القرآن له مئة ونيف وعشرون كتابا في علوم متفرقة مات قبل سنة عشرين وثلاثمائة انتهى الهامش قال أبو الحسين ابن المنادي جميع سور القرآن في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصديق وذي النورين همش زيد بن ثابت صحابي مشهور كتب الوحي قال فيه مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس واربعين او ثمان وقيل بعد الخمسين والمراد بقوله في تأليف زيد بن ثابت يوضحه ما رواه البخاري عن زيد عندما كلفه الشيخان جمع القرآن فقال فتتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال فالتأليف ترتيب للآيات والسور واللخاف مفردها لخفة وهي حجر ابيض عريض رقيق والعسب مفردها عسيب وهي جريدة النخل المستقيمة التي يكشط خوصها ذنورين هو عثمان بن عثان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث وقد تزوج ام كلثوم بعد موت اختها رقية ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت له نور فهو لهذا ذنورين وقد اتمد على الصحف التي جمعها زيد فحفظها ابو بكر ثم عمر ثم حفصة في استنساخ مصاحف القرآن ثم ردها الى حفصة انتهى الهامش قال ابو الحسين ابن المنادي جميع صور القرآن في تأليف زيد ابن ثابت على عهد الصديق وذنورين مئة واربع عشرة سورة فيهن الفاتحة والتوبة والمعوذتان وذلك هو الذي في ايدي اهل قبلتنا وذملة سوره على ما ذكره ابي ابن كعب مئة وسبت عشرة سورة هامش ابي ابن كعب سيد القراء من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته وبعد اجتماع الامة على المصاحف العثمانية اصبح مصحف ابن مسعود كمصحف ابي وغيرهما من المصاحف انتهى الامش وكان ابن مسعود يسقط المعوذتين هامش ابن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن السابقين الاولين مناقبه كثيرة وقد امره عمر على الكوفة ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين او في التي بعدها انتهى الامش وكان ابن مسعود يسقط المعوذتين فنقصت جملته سورتين عن جملة زيد وكان ابي ابن كعب يلحق هما ويزيد اليهما سورتين وهما واحد سورة الحفد اثنان والخلع احداهما اللهم انا نستعينك ونستغفرك وهي سورة الخلع والاخرى اللهم اياك نعبد وهي سورة الحفد فزادت جملته على جملة زيد سورتين وعلى جملة ابن مسعود اربع سور وكل ادى ما سمع ومصحفنا اولى بناء ان نتبع هامش قال السيوطي في اتقانه اما سوره فمئة واربع عشرة سورة باجماع من يعتد به وقيل وثلاث عشرة بجعل الانفال وبراءه سورة واحدة ويرده تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما وربما خطر بالبال سؤال عن الحكمة في تسوير القرآن سورا وقد ذكر السيوطي ان الحكمة تحقيق كون السورة بمفردها معجزة وآية من آيات الله والاشارة الى ان كل سورة نمط مستقل وسورت السور طوالا واوساطا وقصارا تنبيها على ان الطول ليس من شرط الاعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة اعجاز سورة البقرة ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الاطفال من السور القصار الى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه والي قراءة الهامش هذا وما نسبا الى ابن مسعود قال فيه النووي اجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاتحة من القرآن وان من جحد شيئا منهما كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح وقال ابن حزم هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ويقول الزرقاني ويمكن ان يقال ان ابن مسعود انكرها اولا ثم لما تبين له وجه الحق رجع اليه انتهى الهامش فصل في عدد اي القرآن الاختلاف في عدد اي القرآن واما عدد اي القرآن فمختلف فيه ايضا على حسب اختلاف العاد دين والعدد منسوب الى خمسة بلدان واحد مكة اثنان المدينة ثلاثة الكوفة اربعة البصرة خمسة الشام فالعدد المكي منسوب الى مجاهد ابن جبر وعبد الله ابن كثير هامش مجاهد من علماء مكة وكان مولى لبني مخزوم وهو من اكثر رواة التفسير عن ابن عباس ثقة امام في التفسير وفي العلم وثقه ابن معين وابو زرعة ومات بعد المئة الاولى ويعد من اشهر من تخرج في مدرسة مكة من التابعين عبد الله ابن كثير امام اهل مكة في القراءة واحد القراء السبعة صدوق مات سنة ست وتسعين ومئتين وانتهى الهامش والمدني وعلى ضربين مدني اولي ومدني اخير فالمدني الاول منسوب الى نقل اهل الكوفة اياه عن اهل المدينة مرسلا ولم يسموا فيه احدا والمدني الاخير منسوب الى ابي جعفر يزيد ابن القاقاع وصهره شيبة ابن الصاح وصهر وصهر يزيد ابن القاقاع القارئ المدني احد القراء العشرة تابعي ثقة كبير القدر روى القراءة عنه نافع ابن ابي نعيم وسليمان ابن جناز مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومئة اما شيبة ابن الصاح فهو قاضي المدينة ومقرئها مع ابي جعفر ثقة مات سنة ثلاثين ومئة انتهى الهامش وضينهما خلاف في ست ايات وهن قوله تعالى واحد مما تحبون في سورة اال امران الاية الثانية والتسعين اثنان وان كانوا ليقولون الصافات السابعة والستون والمئة ثلاثة قد جاءنا نذير الملك التاسعة اربعة الى طعامه عبس الرابعة والعشرون خمسة فاين تذهبون التكوير السادسة ترك هذه الخمسة ايات ابو جعفر وعدهن شيبة وعد ابو جعفر مقام ابراهيم اال عمران السابعة والتسعون وتركها شيبة هامش ان شيبة يعتبر كل واحدة من الخمس السابقة رأس اية وليست كذلك عند ابي جعفر اما الاية السادسة فهي رأس اية عند ابي جعفر وتركها شيبة فلم يعتبر الاية منتهية عندها بل تتمتها فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا انتهى الهامش قال ابن المنادي اما المدني الاول فلا يدرى على الحقيقة في اي زمن هو وكأنه عدد صحابي متوافق عليه فلكثرة اهله لم يعز الى احد مسمى فان كان قبل اكتتاب المصحف فهو مأخوذ من افواه الرجال وان كان عن مصحف فهو مأخوذ قبل استنساخه كتبا فلما نشأ ابو جعفر وشيبة اختار من عدد الماضين كما اختار من الحروف واما الكوفي فهو منسوب الى ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن ابي طالب وقد نسبه قوم الى ابن مسعود والاول اصح هامش ابو عبد الرحمن السلمي مشهور بكنيته ولابيه صحبة ثبت مات سنة اربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين انتهى الهامش واما البصري فمنسوب الى عاصم ابن ميمون الجحدري وهو احد التابعين الحفاظ هامش اخذ القراءة عرضا على سليمان ابن قتيبة عن ابن عباس وقرأ ايضا على ناصر ابن عاصم والحسن ويحيى ابن يعمر مات سنة ثمان وعشرين ومئة هجرية انتهى وهو احد التابعين الحفاظ الذين ندبهم الحجاج الى عد حروف القرآن مع الحسن البصري ومالك ابن دينار واب العالية واب محمد اسد الحمى ونصر ابن عاصم الليثي فعدوه بالشعير وحسبوه هامش الحجاج ابن يوسف الثقفي ولي امر العراق هشرين سنة ومات سنة خمس وتسعين الحسن البصري كان اماما كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل اخرج له الجماعة مات في رجب سنة عشر ومئة مالك ابن دينار واب العالية البراء اسمه زياد روى عن ابن عباس وابن عمر وثقه ابو زرعة توفي سنة تسعين للهجرة ابو محمد اسد الحنى ونصر بن عاصم الليثي نصر بن عاصم تابعي نحوي بصري سمع من مالك ابن الحويرث وابي بكرة الثقفي عرض القرآن على ابي الاسود ويقال انه اول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها وممن روى عنه الزهري وعمر ابن دينار وحميد ابن هلال قال النسائي ثقة عزيز المستمع ذكر في الهامش مالك بن دينار وابا محمد اسد الحنى دون ان يترجم لهما انتهى الهامش وقد نسبه بعضهم الى ايوب ابن المتوكل والاول اظهر هامش ايوب ابن المتوكل امام ثقة ضابط له اختيار تبع فيه الاثر توفي سنة مئتين ولما توفي وقف يعقوب الحضرمي على قبره وقال يرحمك الله يا ابا ايوب ما تركت خلفا اعلم بكتاب الله منك انتهى الهامش واما الشامي فمنسوب الى عبدالله ابن عامر اليحصبي وروا قوم ان ايوب ابن تمين زعم انه عدد عثمان ابن عفان رضي الله عنه والاول اصح هامش عبدالله ابن عامر اليحصبي هو امام اهل الشام في القراءة والذي انتهت اليه مشياخة الاقراء بها توفي بدمشق في يوم عاشوراء سنتا ثمانية عشرة ومئة للهجرة انتهى الهامش انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب وقد روي عن اهل حمص خلاف لما روي عن اهل الشام مطلقا همش مما هو جدير بالذكر ان المصحف العثماني المطبوعة في مصر اتبعت في عد اياته طريقة الكوفيين عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن ابي طالب على حسب ما ورد في كتاب نعظمة الزهر للامام الشاطبي وكتاب ابي القاسم عمر بن عبد الكافي وكتاب تحقيق البيان لشيخ القراء بالديار المصرية سابقة وآي القرآن على طريقتهم ست وثلاثون ومئتان وستة آلاف آية انتهى الهامش فصل فيما وقع عليه اجماع العادين وما اختلف فيه وقد وقع اجماع العادين على ان القرآن ستة آلاف ومئة آية وكسر هامش الآية خصت في الاصطلاح بانها طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن انتهى الهامش ثم اختلفوا في الكسر الزائد على ذلك فروى المنهار بن عمر عن ابن مسعود هامش المنهار بن عمر كوفي صدوق ربما وهم مات بعد المئة من الهجرة انتهى فروى المنهار بن عمر عن ابن مسعود انه قال القرآن ستة آلاف ومئة آية وسبع عشرة آية وهذا مبلغه في المدني الاول وبه قال نافع هامش نافع بن عبد الرحمن ابن ابي معين القارئ المدني اصله من اصبهان صدوق ثبت في القراءة مات سنة تسع وستين ومئة انتهى الهامش فاما في المدني الاخير فاربع عشرة آية عن شيبة وعشر آيات عند ابي جعفر وفي المكي اشرون آية هامش وقال صاحب التبيان ما نصه عدد المكي منسوج الى عبد الله بن كثير احد السبعة وهو يروي ذلك عن مجاهد عن ابن عباس عن عبي بن كعب انتهى الهامش وفي الكوفي ست وثلاثون آية وهو مروي عن حمزة الزيات هامش اليه صارت الامامة في القراءة بعد عاص والاعمش توفي بحلوان سنة ست وخمسين ومئة انتهى الهامش وفي عبد البصري خمس آيات وهو مروي عن عاص الجحدري وفي روايات عنه اربع آيات وبهذه الرواية قال ايوب جن المتوكل البصري وفي رواية عن البصريين انهم قالوا وتسع عشرة آية ورية نحو ذلك عن قتاده هامش كما قاله صاحب التبيان انتهى الهامش وفي الشامي ست وعشرون آية وهو مروي عن يحي بن الحارش الذماري وقد روا ابو عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال وتسع وعشرون آية هامش بيّن الزركشي في البرهان في الجزء الاول الصفحة الحادية والخمسين بعد المائتين والثانية والخمسين بعد المائتين ان سبب هذا الاختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فاذا علم محلها وصل للتمام فيحسب الثانية انها ليست فاصلة وينبغي ان نضع في اعتبارنا انه لا سبيل الى معرفة ايات القرآن الا بتوقيف من الشارع لانه ليس للقياس والرأي مجال فيها بدليل ان العلماء عدوا الاف لام صاد آية ولم يعدوا نظيرها وهو الاف لام ر آية وعدوا ياسين آية ولم يعدوا نظيرها وهو قاسين آية انتهى الهانش ورأى زود بن وهب عن ابن مسعود انه قال وخمس عشرة آية ونقل عن الخرانساني انه قال وست عشرة آية انتهى الهانش ورأى عن عطاء ابن يسار انه قال وست آيات ونقل عن اهل حمس انهم قالوا واثنتان وثلاثون آية هانش يزعن بعضهم انه لا فائدة من معرفة آيات القرآن ويقول الزرقاني وللرد عليهم نذكر لهذه المعرفة ثلاثة فوائد لا فائدة واحدة الفائدة الاولى العلم بان كل ثلاث آيات قصار معدزة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حكمها وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار الفائدة الثانية حسن الوقف على رؤوس الآي عندما يرى ان الوقف على الفواصل سنة الفائدة الثالثة اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة قال السيوطي يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها احكام فقهية منها اعتبارها في من جهل الفاتحة فانه يجب عليه بدلها سبع آيات ومنها اعتبارها في الخطبة فانه يجب فيها آية كاملة ولا يكفي شطرها ان لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما حققه الدنهور الى آخره وانتهى الهمش فصل في عدد كلمات القرآن فاما عدد كلمات القرآن فروى المنهال بن عمر عن ابن مسعود انه قال كلام الله سبع وسبعون الف كلمة وتسعمائة كلمة واربع وثلاثون كلمة وروي عن مجاهد وابن جبير سبع وسبعون الف كلمة واربع مائة وسبع وثلاثون كلمة وعن ابي المعافى بريد ابن عبد الواحد الضرير انه قال ستة وسبعون الف كلمة وعن اخرين سبع وسبعون الف كلمة واربع مائة وستون كلمة وقيل وسبع مائة كلمة وكلمة واحدة هامش قيل وسبب الاختباف في عدد الكلمات ان الكلمة لها حقيقة ولها مجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز وكل من العلماء اعتبر احد ما هو جائز قال السخاوي عزيم سمع هذا الهامش مطول قال السخاوي لا اعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة لان ذلك ان افاد فانما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان والقرآن لا يمكن فيه ذلك انتهى ويقول صاحب مناهر الارفان ولكن ورد من الاحاديث في اعتبار الحروف ما اخرجه التنميلي عن ابن مسعود مرفوع من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر انفالها لا اقول الف لا مين حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومي من حرف واخرج التبراني عن عمر بن الخطاب مرفوع ولقراءة الهامش القرآن الف الف حرف وسبعة وعشرون الف حرف فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين قال السيوتي بعد ان اورده رجاله ثقات الا شيخ التبراني محمد ابن عبيد ابن آدم ابن ابي ايس تكلم فيه الذهبي ثم قال وقد حمل حمل ذلك بين معقوفتين اي العدد المذكور في هذا الحديث على ما نسخ رسمه من القرآن اذي الموجود الان لا يبلغ هذا العدد وهو يريد ان هذا الرقم الكبير الذي روي في هذا الحديث ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن ما نسخ منه وما لم ينسخ واليك ما قاله ابن الجوزي في عدد الحروف انتهى الهامش فصل في عدد حروف القرآن فاما عدد الحروف فاجمعوا على ثلاثمائة الف حرف واختلفوا في الكسر الزائد على ذلك فروى المنهان عن ابن مسعود انه قال واربعة الاف حرف وسبعمائة واربعون حرفا وروي عن حمزة ابن حبيب انه قال وثلاثة وسبعون الف حرف ومئتان وخمسون حرفا وعن عاصم الجحدري انه قال ثلاثة وستون الف وثلاثمائة حرف وعن ابي محمد راشد الحماني البصري ستون الف وثلاثة وعشرون حرفا همش الحماني سلام ابو محمد احد الذين كلفهم الحجاد الثقفي عد حروف القرآن وهو بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي اخر هيمون نسبة الى حمان وهي قبيلة من بني تميم والمشهور بهذه النسبة كما يقول ابن الاثير في اللباب ابو يحيى عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن ميمون الحماني روى عن الاعمش والثوري وغيرهما هذا في اللباب في الجزء الاول الصفحة التاسعة والاربعين والاربعين روى عنه ابو زكريا يحيى وابنه يحيى كان اماما مكثرا في الحديث انتهى الهامش قال ابن كبير والحمامي مئة وثمانية وثمانون حرفا وقال ابن الحارث وابو المعافى ومئتان وخمسون حرفا وعن ابن كثير والحماني ويحيى ابن الحارث وابو المعافى الضرير احد وعشرون الفا وعن اهل المدينة وبعض الكوفيين خمسة وعشرون الف حرف ومئتان وخمسون حرفا وعن ابي محمد راشد الحماني ايضا اربعون الفا وسبعمائة ونيفا وفي رواية مسلمة عن محمد ابن اسحاق اثنى عشر الف حرف وفي قراءة المدنيين حروف يزيدون بها وينقصون في البقرة واوصى بها ابراهيم بني بزيادة الف هانش الاية الثانية والثلاثون والمئة من سورة البقرة ووصى بها ابراهيم بني بدون الف بين الوعوين انتهى الهانش وفي اال امران سارعوا الى مغفرة بلا واو وفي المائدة ومن يرتد بزيادة دال وفي المائدة كذلك ما دنينا يقول الذين امنوا بلا واو هانش الاية في سورة اال امران الاية الثالثة والثلاثون والمئة وسارعوا الى مغفرة وفي المائدة الاية الرابعة والخمسون يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم والاية الثالثة والخمسون من نفس السورة سورة المائدة ويقول الذين امنوا اهاء اولئ الذين اقسموا بالله جهد ايمامهم والاية قبلها رقم اثنتين وخمسين فيصبح على ما اصروا في انفسهم نادمين ويقول ويقول الذين امنوا انتهى الهامش وفي التوبة الذين اتخذوا مسجدا بلا واو هامش الاية السابعة والمئة من سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا انتهى الهامش وفي الكهف لأجدن خيرا منهما بزيادة مين هامش الاية السادسة والثلاثون من سورة الكهف لأجدن خيرا منها منقلبا انتهى الهامش سورة الشعراء فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء هامش الاية السابعة عشر بعد المئتين من سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم انتهى الهامش وفي الشورة وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ بَطَرْحِ الْفَاءِ هامش الآية الثلاثون الآية الثلاثون من سورة الشورة وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ انتهى الهامش وفي سورة الزخرف ما تشتهيه الأنفس بزيادتها هامش الآية الحذية السبعون من سورة الزخرف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهذه قراءة حفص ونافع وابن عامر وقرأ الجنبور وفيها ما تشتهي الأنفس بدون إثبات الضمير العائد على الموصول انتهى الهامش وفي سورة الحديد ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بإسقاط هو هامش والآية هي الرابعة العشرون من سورة الحديد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد انتهى الهامش وفي سورة الشمس فسواها فلا يخاف بفاء مكان الوعو هامش الآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من سورة الشمس فسواها ولا يخاف وقباها وانتهى الهامش فصل في عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجم هامش ممن فرضت بذكره النسخة التيمورية انتهى الهامش فأما عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجم على ما ذكره القاضي أبو بكر محمد بن خلف وكيا قال الحروف الأجدية وعدد تكرارها في القرآن الكريم الألف ثمانية وعربعون ألف وتسعمائة وعربعون ألف هامش نقل سليمان بن عمر العجيلي في الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية نقلا عن الإيمان النسفي في كتابه مجموع العلوم ومطلع النجوم أن عدد الألفات ثمانية واربعون ألف وسبعمائة واربعون فربما كان ذكر تسعمائة بدلا من سبعمائة تحريفا من الناسخ انتهى الهامش الباء أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرون باء التاء ألف وأربعمائة وأربع تاءات الثاء عشرة آلاف وأربعمائة وثمانون ساء الجيم ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثمان وعشرون جيم الحاء أربعة آلاف ومئة وثمانية وثلاثون حاء الخاء الفاني وخمسمائة وثلاثة خاءات الدال خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون دال الثال أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وثلاثون دال الراء الفان ومئتان وستة الزاي الف وستمائة وثمانون السين خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون الشين الفان ومئة وخمسة عشر الصاد الفان وسبعمائة وثمانون الضاد الف وثمان وثمان وثمانون الطاء الف ومئتان وأربعة وستون الضاء ثمانمائة وثمان واربعون همش يذكر الدكتور طاه محسن في بحث أجراه حول أصول الضاءات القرآنية وجاء بمجلة معهد المخطوطات العربية أصدار الكويت أن ما في القرآن من الضاد يزيد على الضاء إذ ورد النوع الثاني في ثلاثة وخمسين وثمانمائة موضع ترجع إلى واحد وعشرين أصلا في حين ورد حرف الضاد في أربعة وثمانين وستمائة وألف موضع ترجع إلى واحد وثمانين أصلا واعتمد في ذلك على الإحصاء الذي استمد فيه إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكيوم لمحمد فؤاد عبد الباقي انتهى الهامش العين تسعة آلاف وأربعمائة وسبعون الغين ألف ومئتان وتسعة وعشرون الفاء تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر ألف الثمانية آلاف وتسعة وتسعون الكاف ثمانية آلاف واثنان وعشرون اللام ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون الميم ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون النون سبعة عشر ألف الهاء ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون الواو خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وستة اللام ألف أربعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة الهاء خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة عشر فصل في بيان نقطه فأما نقط القرآن التي على الحروف فهي ألف ألف وخمس وعشرون ألف وثلاثون نقطة هامش انفردت مخطوطة تيمور بذكر عدد النقط وعلى الرغم من الإشارة إليها في عنوين الباب في مخطوطة رواق المغاربة إلا أنه لم يذكرها انتهى الهامش الباب السادس بين يدي هذا الباب يتناول ابن الجوزي في هذا الباب ذكر أجزاء القرآن بدءا من النصف حتى الأعشار ثم ينتقل إلى بيان أنصاف الأسداس حتى أنصاف الأعشار وهنا نجد المخطوطة التيمورية تنفرد عن غيرها بذكر ما يأتي واحد أجزاء ثمانية وعشرين اثنان أجزاء الثلاثين ثلاثة أجزاء الستين هذا وقد كانت المصاحف العثمانية مجردة من هذه التجزاء ولما انتبى الزمان بالناس جعلوا يفتنوها في المصاحف وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة لاعتبار فمنهم من قسم القرآن ثلاثين جزءا وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره حتى إذا قال قائل قرأت جزءا من القرآن تبادر إلى الذهن أنه قرأ جزءا من الثلاثين جزءا التي قسموا المصحف إليها وجرى على ذلك أصحاب الربعات إذ تضعوا كل جزء في نسخة مستقلة ومجموع النسخ الجامعة للقرآن كله يسمونه ربعة ومن الناس من قسموا الجزء إلى حزبين ومن قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء سموا كل منها ربعا وتجبر الإشارة إلى أن المصحف العثماني المطبوع في مصر أخذ بيان أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وعربعها من كتاب غيث النفع للعلامة السفاقسي ونظمة الزهر وشرحها وتحقيق البيان وإرشاد القراء ذكر أجزاء القرآن القرآن نصفان النصف الأول وإن قوله عز وجل لقد جئت شيئا نكرا هامش الآية الرابعة والسبعون من صورة الكهف قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وجاء في مجالس فعلا عن حميد الأعرج أنه حسب حروف القرآن فوجد النصف الأول من القرآن ينتهي إلى خمس وستين آية من صورة الكهف عند قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلم مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع وهو الربع الثاني والسبس الثالث والثمر الرابع والعشر الخامس وصارت ما يصبر من النصف الآخر إلى أن تختم القرآن وهي الآية ذات العدد ستة وستين على طريقة الكوفيين المروية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب وهي الطريقة التي اتبعت في عصم المصحف الأميري المصري ولقراءة الهامش ومما هو جدير بالذكر أن معظم سور القرآن يختلف القراء في عددها انظر الإتقان في الجزء الأول الصفحة السابعة والستين إلى التاسعة والستين ولم يتفق إلا على أربعين سورة ذكرها السلوطي انتهى الهامش القرآن نصفان النصف الأول عند قوله عز وجل لقد جئت شيئا نك راء فالنوم والكاف من النصف الأول والراء والألف من النصف الثاني هامش من المحدثات التي كرهها العلماء أول الأمر ثم من انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرة بدعة تقسيم القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى أحزاب والأحزاب إلى أرباع والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة قال الزركشي وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتبرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها وقد أخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن واجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى يختم وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى ثلاثين جزءا وطبعت أحيانا هذه الأجزاء مستقلة تلسيرا على صغار التلاميذ في المدارس ثم شاعت قسمة كل جزء إلى حزبين وقسمة الحزب إلى أربعة أرباع ولقراءة الهامش ويقالوا إن الخليفة الوليد من سنة ست وثمانين إلى سنة ست وتسعين هجرية اختار لكتابة المصاحف خالد بن الهياج الذي كان مشهورا بجمال خطه وهو الذي خط المحراب في المسجد النبوي بالمدينة وقد ظل الخطاتون يكتبون المصاحف بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع الهجري ثم حل محل خط النسخ الجميل في أوائل القرن الخامس وفيه جميع النقط والحركات التي ما نزال نستخدمها في الكتابة إلى يومنا هذا عن الدكتور صبحي الصالح مباحث في علوم القرآن انتهى الهامش انتهى الوجه الأول فصل في أثلافه وأما الأثلاف فالثلث الأول رأس اثنتين وتسعين من التوبة قوله قل لا يجدوا ما ينفقون هامش وجاء في مجالس فعلب والثلث الأول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من براءة عند قوله كذب الله ورسوله سيصيب إلا الباء من سيصيب من الثلث الأوسط والثلث الأوسط إلى بعض ست واربعين آية من سورة العين كبوت عند قوله إلا بالتي هي أحسن إلا وهو السدس الرابع والتسع السادس وصارت الذين ظلموا من الثلث الآخر إلى أن تختم القرآن انتهى الهامش فالثلث الأول رأس اثنتين وتسعين من التوبة قوله قل لا يجدوا ما ينفقون والثلث الثاني رأس خمس واربعين من العنكبوت قوله يعلم ما تصنعون والثلث الثالث آخر القرآن أرباعه وأما الأرباع فالأول رأس أربع آيات من الأعراف أوهي قائلون الآية الرابعة والثاني في الكهف شيئا نكرى الآية الرابعة والسبعون والثالث والثالث رأس مئة واربع واربعين من الصافات إلى يوم يبعثون والرابع آخر القرآن وأما الأخماس فالخمس الأول رأس إحدى وثمانين من المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون هانش قال فعلب في روايته عن الأعرج والربوع الأول وانتهي إلى أول آية من سورة الأعراف إلى قوله للمؤمنين وهو الثمن الثاني وصارت اتبعوا من الربوع الثاني والربوع الثالث إلى بعض مئة وثمان واربعين من سورة الصافات عنده فمتعناهم وهو الثمن الثالث وصارت إلى حين من الربوع الآخر والربوع الآخر إلى أن يختم القرآن وفي الأخماس يروي فعلب بسنده عن الأعرج أن الخمس الأول ينتهي إلى بعض اثنتين وثمانين آلة من سورة المائدة عند قوله تعالى أن سخط الله عليهم وهو العشر الثاني وصارت وفي العذاب وفي العذاب هم خالدون من الخمس الثاني والخمس الثاني ينتهي إلى بعض ستين واربعين آية من سورة يوسف عند قوله تعالى لعلي أرجع إلى الناس وهو العشر الرابع وصارت لعن لهم من الخمس الثالث والخمس الثالث ينتهي إلى بعض احدى وعشرين آية من سورة الفرقان عند قوله تعالى أو نرى ربنا وهو العشر الثالث وصارت لقد استكبروا من الخمس الرابع والخمس الرابع ينتهي إلى بعض خمس واربعين آية من سورة السجدة عند قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن وهو العشر الثامن وصارت أساءف عليها من الخمس الآخر من الخمس الآخر إلى أن تختم القرآن انتهى الهاج فالخمس الأول رأس إحدى وثمانين من المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون والثاني رأس اثنتين وخمسين من يوسف كيد الخائمين والثالث رأس وعشرين من الفرقان وكان ربك بصيرا والرابع رأس ست واربعين من حام السجدة وما ربك بظلام للعديد سورة فصلت الآية السادسة والأربعون والخامس آخر القرآن أسداسه همش في رواية فعلت عن الأعرج السجدس الأول إلى بعض إحدى واربعين ومئة آلة من سورة النساء عند قوله تعالى إلى الصلاة قاموا وصارت كسالا من السجدس الثاني والسجدس الثاني ينتهي إلى إحدى وتسعون آهم من سورة براءة فيه سيصيب إلا الباء وهو الثلث الأول والتسع الثالث وصارت الباء من سيصيب من السجدس الثالث والسجدس الثالث ينتبه إلى بعض خمس وستين آية من سورة الكهف عند قوله تعالى لن تستطيع وهي النصف الأول والربع الثاني والثمر الرابع والعشر الخامس وللقراءة الهامش المطول وصارت من السجدس الرابع والسجدس الرابع ينتهي إلى بعض ستين واربعين آية من سورة العنكبوت عند قوله تعالى بالتي هي أحسن إلا وهو السبع السادس وصارت الذين ظلموا من السبعس الخامس والسجدس الخامس ينتهي إلى بعض أربع وثلاثين آية من حان الجافية عند قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها وصارت ولا هم من السدس الآخر والسدس الآخر ينتهي إلى أن تختم القرآن انتهى الهامش وأما الأسداس فالأول رأس مئة وسبعا واربعين من النساء وكان الله شاكرا عليما والثاني رأس اثنتين وتسعين من التوبة قوله ألا يجدوا ما ينفقون والثالث في الكهف عند قوله نكرى رأس الآية الرابعة والسبعين والرابع رأس خمس واربعين من العن كبوت قوله يعلم ما تصنعون والخامس رأس اثنتين وثلاثين من الجافية وما نحن بمستيقين والسادس آخر القرآن أسباعه همش في رواية فعلت السبع الأول ينتهي الى بعض ست وخمسين آية من سورة النساء عند قوله تعالى أزواج مطهرة وندأ وصارت خيلهم من السبع الثاني والسبوع الثامن ينتهي الى بعض سبع وستين ومئة آية من الأعراف عند قوله تعالى إلا ربك لسريع وصارت عقاب من السبع الثالث والسبوع الثالث ينتهي الى بعض عشرين آلة من سورة إبراهيم عند وما كان لي علي وصارت كل من السبع الرابع والسبوع الرابع ينتهي الى بعض سبعين واربعين آية من سورة المؤمنون عند ولقد آتينا موسى الكتاب وصارت لعلهم يهتدون من السبع الخامس والسبوع الخامس ينتهي الى بعض ثمان عشرة آية من سورة سبع عند قرآن ظاهرة وقدر وصارت لا من السبع السادس والسبوع السادس ينتهي الى ان تختم آياتين من سورة الحجرات عند وأنتم لا تشعرون وصارت إن الذين يغضون من السبع الآخر والسبوع الآخر ينتهي الى ان تختم القرآن انتهى الهامش وأما الأسباع فالأول رأس إحدى وستين من سورة النساء يصدون عنك صدودا والثاني رأس مئة وسبعين من الأعراف أجر المصلحين والثالث رأس خمس وعشرين من إبراهيم يتذكرون والرابع رأس خمس وخمسين من المؤمنون من مال وبنين والخامس رأس عشرين من سبع من المؤمنين والسادس خاتمة الفتح والسادع آخر القرآن أثنانه وأما الأثنان فالأول خاتمة آل عمران والثاني رأس أربع آيات من الأعراف أو هم قائلون والثالث رأس أربع وأربعين من هود وقيل بؤدا للقوم الظالمين والرابع في الكهف شيئا نكرى الآية الرابعة والسبعون والخامس رأس مئتين وعشرين من الشعراء إنه هو السميع العليم والسابس رأس أربعين وعربعين ومئة من الصافات يوم يغاثون والسابع خاتمة الطور الآية التاسعة والأربعون والثامن آخر القرآن هنش في الله في الله فعلت بإسناده عن حميد الأعرج الثمن ينتهي إلى بعض مئة وخمس وتسعين آية من آل عمران عند قوله متاع قليل ثم مأ وصارت واه من الثمن الثاني والثمن الثاني ينتهي إلى انقضاء أول آية من سورة الأعراف عند وذكرى المؤمنين وهو الربع الأول انتهى الهنش أتساعه أما الأتساع فالأول رأس مئة وخمسين من آل عمران خير الناصرين والثاني رأس ستين آية من الأنعام ينبئكم بما كنتم تعملون والثالث رأس اثنتين وتسعين من التوبة ما ينفقون والرابع رأس عشرين من النحل وهم يخلقون والخامس رأس اثنتين وعشرين من الحد عذاب الحريق والثالث رأس خمس واربعين من العنكبوت ما تصنعون والسابع رأس احدى عشر من المؤمن من سبيل والثامن خاتمة الرحمن الآية الثامنة والسبعون والتاسع آخر القرآن همش سورة المؤمن هي سورة غافر يقول فعلب في روايته عن حميد الأعرج ولقراءة الهمش التسع الأول ينتهي إلى بعض مئة وثلاث واربعين آية من سورة آل أمعان عند قوله فقد رأيتموه وآ وصارت منتون تنظروا من التسع الثاني والتسع الثاني ينتهي إلى بعض وخمسين آية من سورة الأنعام عند عليهم بيننا وصارت أليس الله بأعلم بالشاكرين من التسع الثالث والتسع الثالث ينتهي إلى بعض 91 آية من سورة براء عند سينصيب إلا الباء وهو الثلث الأول والسدس الثاني وصارت الباء من سينصيب من التسع الرابع والتسع الرابع ينتهي إلى بعض أحدى عشرة آية من سورة النحل عند ومن كل الثمرات إن في وصارت ذلك من التسع الخامس والتسع الخامس ينتهي إلى بعض 28 آية من سورة الحج عند وأحد لكم الأ وصارت نعام من التسع السادس والتسع السادس إلى بعض 46 من سورة العين كبوت عند إلا بالتي هي أحسن إلا وهو الثول في الأوسط والسدس الرابع والسدس الرابع وصارت الذين ظلموا من التسع السابع والتسع السابع ينتهي إلى بعض تسع آيات من أول سورة المؤمن عند لمقت الله أكبر من نقت وصارت فوساكم من التسع الثامن والتسع الثامن ينتهي في بعض سبع عشرة آية من أول سورة الواقعة عند وقليل من الآخرين على وصارت سرور من التسع الآخر والتسع الآخر إلى أن تختم القرآن انتهى الهج أعشاره وأما الأعشار فالأول رأس تسعين من آل أمران هم الضالون والثاني رأس احدى وثمانين من المائدة كثيرا منهم فاسقون والثالث رأس أربعين من الأنفال ونعم النصير والرابع رأس اثنتين وخمسين من يوسف كيد الخائن والخمس رأس اربعين وخمسين من الكهف شيئا نكرى والسابس رأس اشرين من الفرقان وكان ربك بصيرا والسابع رأس ثلاثين من الأحزاب وكان ذلك على الله يسيرا والثامن رأس ست واربعين من حام السلبة فصلت بظلام العبيد والتاسع خاتمة الحديد الآية التاسعة والعشرون والعاشر آخر القرآن روا فهلب قال والعشر الأول ينتهي إلى بعض احدى وتسعين آية من سورة آل عمران عند حتى تنفقوا وصارت تحبون من العشر الثاني والعشر الثاني ينتهي إلى بعض احدى وثمانين آية من سورة المائدة عند انسخط الله عليهم وهي آخر الخمس الأول وصارت وفي العذاب من العشر الثالث والعشر الثالث ينتهي إلى بعض اثنتين وثلاثين آية من سورة الأنفال عند حجارة من السماء أو ائتماء وصارت بعذاب أليم من اثنتين وثلاثين صارت من العشر الرابع والعشر الرابع ينتهي إلى بعض ست واربعين آية من سورة يوسف عند قوله لعلي ارجع الى الناس وهو الخمس الثاني وصارت لعلهم من العشر الخامس والعشر الخامس ينتهي إلى خمس وستين آية من سورة الكهف عند قوله تعالى انك لن تستطيع وهو النصف الأول والرابع والربع الثاني والسدس الثالث والثمن الرابع وصارت معي صدر من العشر السادس والعشر السادس ينتهي إلى بعض إحدى وعشرين آية من سورة الفرقان عند أو نرى ربنا وهو الخمس الثالث وصارت لقد استكبر من العشر السابع والعشر السابع ينتهي إلى بعض إحدى وثلاثين آية من سورة الأحزاب عند وتعمل وصارت صالحة من العشر الثامن والعشر الثامن ينتهي إلى خمس واربعين آية من سورة حال السجدة عند فلنفسه ومن وهو الخمس الرابع وصارت أساء فعليها من العشر التاسع والعشر التاسع ينتهي إلى بعض خمس وعشرين آية من سورة الحديد عند في ذريتهم النبوة والكتاب وصارت فمنه المهتد من العشر العاشر والعشر العاشر ينتهي إلى آخر القرآن وانتهى الهامش أنصاف الأسداس وأما أنصاف الأسداس وهي أجزاء إثنى عشر فالأول خاتمة البقرة الآية السادسة والثمانون بعد المئتين والثاني في النساء رأس السدس شاكرا عليما الآية السابعة والأربعون والمئة والثالث أو هم قائلون الأعراف الرابعة والرابع هو الثلث ألا يجدوا ما ينفقون التوبة الثانية والتسعون والخامس آخر الرعد الآية الثالثة والأربعون والسابس نصف القرآن نكرى الآية الرابعة والستون من سورة الكهف والسابع خاتمة النور رأس الآية الرابعة والستين والثامن الثلثان يعلم ما تصنعون العنكبوت الخامسة والأربعون والتاسع الربع الثالث يبعثون الصافات الرابعة والاربعون والمئة والعاشر رأس اثنتين وثلاثين من الجافية وما نحن بمستيقنين والحادي عشر خاتمة الممتحنة الآية الثالثة عشرة والثين عشر آخر القرآن فصل في أنصاف الأسباع وأما أنصاف الأسباع وهي ألزاء أربعة عشر فالأول رأس ست وستين ومئتين من البقرة لعلكم تتفكرون والثاني رأس احدى وستين من النساء صدود والثالث رأس عشرين من الأنعان لا يؤمنون والرابع السبع الثاني المصلحين الأعراف الآية السبعون والمئة والخامس رأس ستين من يونس لا يشكرون والسادس السبع والثالش لعلهم يتذكرون سورة إبراهيم الآية الخامسة والعشرون والسابع النصف شيئا نكرى الرابعة والسبعون من سورة الكهف والثامن السبع الرابع من مال وبني المؤمنون الخامسة والخمسون والتاسع رأس أربعين من القصص عاقبة الظالمين والعاشر السبع الخامس فريقا من المؤمنين سبع الآية العشرون الحادي عشر رأس أربعين من المؤمن سورة غافر بغير حساب والثاني عشر السبع السادس خاتمة الفتح والثالث عشر خاتمة التغاب والرابع عشر آخر القرآن أنصاف الأثمان وأما أنصاف الأثمان وهي أجزاء ستة عشر فالأول رأس مئتين وخمسين من البقرة الكافرين والثاني الثمن الأول خاتمة آلامان والثالث رأس أربعين من المائدة شيء قدير والرابع الثمن الثاني رأس أربع آيات من الأعراف أو هم قائلون والخامس رأس الآية العاشرة من سورة التوبة وأولئك هم المعتدون والسادس الثمن الثالش بعدا للقوم الضال هود الآية الرابعة والأربعون والسادس خاتمة الحجر والثامن الثمن الرابع وهو النصف مكرى في سورة الكهف الآية الرابعة والسبعون والتاسع خاتمة الحج والعاشر الثمن الخامس السميع العليمين سورة الشعراء الآية العشرون بعد المائتين والحادي عشر خاتمة سجدة المؤمن أي سورة غافر الثامي عشر الثمن السادس إلى يوم يبعثون سورة الصافات الآية الرابعة والأربعون بعد المائة والثالث عشر خاتمة الشورى والرابع عشر الثمن السابع خاتمة التور والخامس عشر خاتمة الواقعة والسابس عشر آخر القرآن انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب أنصاف الأتساع فأما أنصاف الأتساع وهي أجزاء ثمانية عشر فالأول رأس مئتين وعشرين من البقرة عزيز حكيم والثاني التسع الأول رأس الآية الخمسين من آل عمران خير الناصرين والثالث في النساء رأس الآية مئة وسبع واربعين وكان وكان الله شاكرا عليما والرابع التسع الثاني تعملون الأنعام الأنعام الآية الستون والخامس رأس ثلاثين من الأعراف مهتدون والسادس التسع الثالث ما ينفقون وهي الآية الثانية والتسعون من سورة التوبة والسابع رأس رأس أربعين من سورة يوسف ما يعلمون والثامن التسع الرابع رأس وعشرين من النحل يخلقون والتاسع النصف والعاشر التسع الخامس عذاب الحريق الحج الثانية والعشرون الحادي عشر خاتمة الفرقان الثاني عشر التسع السادس رأس خمس وعربعين من العنكبوت ما تصنعون الثالث عشر خاتمة سبأ الرابع عشر التسع السابع في احدى عشرة من المؤمن اي سورة غافر من سبيل والخامس عشر خاتمة الجافية والسابس عشر التسع الثامن خاتمة الرحمن والسابع عشر خاتمة الانسان والثامن عشر آخر القرآن انصاف الاعشار فاما انصاف الاعشار وهي اجزاء عشرون فالاول والرابع والرابع رأس احدى وثمانين من المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون والخامس رأس اربع ايات من الاعراف او هم قائلون والسابس رأس اربعين من الانفال ونعم النصير والسابع رأس اربعين من يونس اعلم بالمفسدين والثامن رأس اثنتين وخمسين من سورة يوسف كيد الخائن والتاسع رأس خمسين من سورة النحل ويفعلون ما يؤمهون العاشر في سورة الكهف الاية الرابعة والسبعون نكرى والحادي عشر خاتمة الانبياء والثاني عشر رأس عشرين من الفرقان وكان ربك بصيرا الثالث عشر رأس ستين من القصص أفلا تعقلون والرابع عشر رأس ثلاثين من الأحزاب وكان ذلك على الله يسيرا والخامس عشر رأس أربعين وأربعين ومئة من الصافات إلى يوم يبعثون والسادس عشر رأس ستم واربعين من حام السجدة فصلت وما ربك بظلام للعبيد السابع عشر خاتمة سورة محمد الثامن عشر خاتمة الحديد التاسع عشر خاتمة المدثر العشرون آخر القرآن أجزاء الثمانية والعشرين همش مما تنفرد بذكره مخطوطة تيمور انتهى الهمش وأما أجزاء الثمانية والعشرين فالأول رأس خمسين ومئة من البقرة ولعل لكم تهتدون والثاني رأس ست وستين ومئتين منها لعلكم تتفكرون والثالث رأس مئة وعشرين من آل عمران إن الله بما يعملون محيط والرابة في سورة النساء رأس إحدى وستين منها يصدون عنك صدودا والخمس في المائدة رأس عشر منها أولئك أصحاب الجحيم والسابس رأس عشرين من الأنعام فهن لا يؤمن والسابع في الأعراف رأس أربع منها أو هم قائلون والثامن في الأعراف أيضا رأس سبعين ومئة منها إنا لا نضيع أدر المصلحين والتنسع في التوبة رأس أربعين منها والله عزيز حكيم والعشر في يونس رأس ستين منها لا يشكرون الحادي عشر في يوسف رأس عشر منها فاعون قيل بالرأس عشرين وكانوا فيه من الزاهدين الثاني عشر في إبراهيم رأس خمس وعشرين منها لعل هم يتلك رأس الثالث عشر في النحل رأس مئة والذين هم به مشركون وقيل بالرأس مئة وعشر لغفور رحيم الرابع عشر في الكهف رأس أربع وسبعين منها لقد جئت شيئا ينكر الخامس عشر في الأنبياء رأس عشرين منها لا يفترون السابس عشر في المؤمنون رأس خمس وخمس من مال وبن السابع عشر في الشعراء رأس احدى وعشرين من المرسلين وقيل رأس احدى وخمس أول المؤمن الثامن عشر في القصص رأس اربعين منها عاقبة الظالم وقيل وقيل بل رأس اثنتين واربعين منها من المقوب وحين التاسع عشر في الروم رأس اربعين واربعين واربعين واربعون والعشرون خاتمة الفتح الخامس والعشرون خاتمة الواقعة وقيل رأس احدى وثمانين منها فبهذا الحديث انتم مدهمون السابس والعشرون خاتمة التغاب السابع والعشرون خاتمة القيامة وقيل خاتمة الانسان الثامن والعشرون خاتمة اجزاء القرآن في اجزائه الثلاثين ها مش مما تنفلد بذكره مخطوطة تيمور انتهى الهامش فاما اجزاؤه الثلاثون فالاول في البقرة رأس مئة واحدى واربعين عما كانوا يعملون هامش نهاية الجزء الاول كما في المصحف انتهى الهامش والثاني رأس اثنتين وخمسين ومئتين منها وانك لمن المرسلين والثالث في الامران رأس تسعين منها اولئك هم الطالون هامش وفي المصحف رأس اثنتين وتسعين بعدها بداية الجزء الرابع كل الطعام انتهى الهامش والرابع في سورة النساء رأس ثلاث وعشرين منها ان الله كان غفورا رحيما والخامس رأس مئة وسبع واربعين منها وكان الله شاكرا عليما والسادس في المائدة رأس اثنتين وثمانين منها لا لا يستكبرون هامش وفي المصحف رأس احدى وثمانين بعدها بداية الجزء السابع لا تجد الهامش انتهى الهامش والسابع في الانعام رأس مئة وعشر منها يا عمرهون الثامن في الاعراف رأس ست وثمانين منها المفسدين وقير رأس سبع وثمانين منها وهو خير الحاكم هامش وفي المصحف رأس سبع وثمانين وهو خير الحاكم انتهى الهامش التاسع في الانفال رأس اربعين منها نعم المولى ونعم النصير العاشر في التوبة رأس اثنتين وتسعين منها ما ينفقون الحادي عشر في هود رأس خمس منها بذات الصدور الثاني عشر في يوسف رأس اثنتين وخمسين منها كيد الخائمين الثالث عشر خاتمة سورة ابراهيم الرابع عشر خاتمة سورة النحل الخامس عشر في الكهف رأس الآية الرابعة والسبعين منها شيئا نكرا السابس عشر خاتمة طاها السابع عشر خاتمة الحج الثامن عشر في الفرقان رأس عشرين منها وكان ربك بصيرا التاسع عشر في النمل رأس خمس وخمسين منها بل انتم قوم تجهلون وقيل رأس تسع وخمسين منها يشركون العشرون في العنكبوت رأس خمس واربعين منها والله يعلم ما تصنعون الحادي والعشرون في الاحزاب رأس ثلاث وعشرين منها تال دي ولا هامش في المصحف رأس ثلاثين منها بعدها ومن يقنت انتهى الهامش الثاني والعشرون في ياسين رأس احدى وعشرين منها مهتدون وقيل رأس ست وعشرين يعلمون الثالث والعشرون في الزمر رأس احدى وعشرين منها لأولي ألباب وقيل رأس احدى وثلاثين منها تختص هامش وهو ما يتفق مع تقسيم الاجزاء في المصحف انتهى الهامش الرابع والعشرون ساجدة المؤمن اي سورة غافر رأس ستم وعربعين منها بغلان العبيد الخامس والعشرون في الجافية رأس تسعين وعشرين منها ما كنتم تعملون السابس والعشرون في الزاريات رأس عشر منها الخراصون وقيم رأس ثلاثين العليم هامش وهو ما يتفق مع تقسيم الاجزاء في المصحف انتهى الهامش الثابع والعشرون خاتمة الحديد الثامن والعشرون خاتمة التحرين التاسع والعشرون خاتمة المرسلات الثلاثون آخر القرآن في اجزاء ستين هامش من من فرضت بذكره مخطوطة ثيمور انتهى الهامش فاما اجزاء ستين فاول رأس خمس وسبعين من البقرة عقلوه وهم يعلمون هامش التقسيم الحالي للمصحف يعتبر الحزب الاول رأس اربع وسبعين آية عما تعملون وانتهى الهامش الثاني رأس مئة وإحدى واربعين منها ايضا عمنا كانوا يعملون الثالث رأس مئتين واثنتين منها ايضا والله سريع الحساب الرابع رأس مئتين واثنتين وخمسين منها لمن المرسلين الخامس رأس خمس عشرة آية من آل عمران بصير بالعباد هامش التقسيم الحالي للمصحف يعتبر الآية الرابعة عشرة من سورة آل عمران حسن المآل نهاية الحزب امتهى الهامش السابس رأس تسعين منها هم الضلون هامش التقسيم الموجود بالمصحف يعتبر الآية الثانية والتسعين من سورة آل عمران نهاية الحزب به عليم انتهى الهامش السابع رأس مئة وخمس وستين منها على كل شيء قدير هامش التقسيم بالمصحف يرشد الى ان الآية السبعين والمئة نهاية الحزب انتهى الهامش الثامن رأس ثلاث وعشرين من النساء غفورا رحيما التاسع رأس خمس وثمانين منها مقيت هامش التقسيم بالمصحف يرشد الى ان رأس الآية السابعة والثمانين هو نهاية الحزب انتهى الهامش العاشر رأس مئة وسبع واربعين منها شاكرا عليما الحاج عشر رأس ثلاث وعشرين من المائدة ان كنت م هامش تقسيم المصحف يجعل الآية رقم ستة وعشرين هي نهاية الحزب انتهى الثاني عشر رأس احدى وثمانين منها كثير منهم فاسقون الثالث عشر رأس ثلاث وثلاثين من الانعام يجحدون الرابع عشر رأس مئة وعشر آيات يعمهون الخامس عشر رأس اربع ايات من الاعراف او هم قائلون السادس عشر رأس سبع وثمانين اية منها وهو خير الحاكم الثامن عشر رأس اربعين من الانفال ونعم النصير التاسع عشر رأس احدى وثلاثين من التوبة سبحانه عما يشركون وقيل ثلاث وثلاثون ولو كان لها المشركون همش وهو الموافق لتقسيم الاحزاب في المصحف انتهى الهمش والعشرون رأس اثنتين وتسعين منها ألا يجد ما ينفقون والحادي والعشرون رأس خمس وعشرين من يونس الى صراط مستقيم الثاني والعشرون رأس خمس ايات من هود بذات الصدور الثالث والعشرون رأس ثمان وثمانين منها وإليه أميب الرابع والعشرون رأس اثنتين وخمسين من يوسف كيد الخائم الخامس والعشرون رأس ثماني عشر من الرعد وبئس المهاد السادس والعشرون خاتمة ابراهيم الساب والعشرون رأس اثنتين واربعين من النحي وعلى ربهم يتوكلون هامش هامش تقسيم الأحزاب بالمصحف يجعل نهاية الحزب الآية الخمسين انتهى الهامش هامش تقسيم وثلاثون وثلاثون رأس مئة وإحدى وخمسين من الشعراء امر المصرفين هامش تقسيم الأحزاب في المصحف يشير إلى أن نهاية الحزب هو الآية رقم عشرة ومئة انتهى الهامش الثامن والثلاثون رأس خمس وخمسين من النم تجهلون التاسع والثلاثون رأس سبع واربعين من القصص ونكون من المؤمن هامش تقسيم الأحزاب في المصحف يشير إلى أن نهاية الحزب الآية رقم خمسين انتهى الهامش الاربعون رأس خمس واربعين من العين كبوت ما تصنعون الحادي والاربعون رأس احدى عشرة من لقمان في ضلال مبين هامش تقسيم الأحزاب في المصحف يشير إلى أن نهاية الحزب الآية رقم واحد وعشرين انتهى الثاني والاربعون رأس ثلاثين من الأحزاب على الله يسيرا الثالث والاربعون رأس ثلاثين من سبأ ولا تستقدمون هامش تقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن رأس الآية الثالثة والعشرين هي نهاية الحزب انتهى الهامش الرابع والاربعون رأس ست وعشرين من ياسين قوم يعلمون هامش وتقسيم وتقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن رأس الآية السابعة والعشرين هي نهاية الحزب انتهى الهامش الخامس والاربعون رأس مئة واربعين واربعين من الصافات يوم يبعثون السابس والاربعون رأس احدى وثلاثين من الزمر تختصمون السابع والاربعون رأس واربعين من المؤمن اي سوعة غافر بغير حساب الثامن والاربعون رأس ست واربعين من حاميم السجدة بظلام للعبيد التاسع والاربعون رأس اثنتين وثلاثين من الزخرف مما يرمعون هامش وتقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن رأس الآية الثالثة والعشرين هي نهاية الحزب انتهى الهامش الخمسون رأس وثلاثين من الجافية بمستيقين الحادي والخمسون رأس سبع آيات من الفتح وكان الله عليما حكيما هامش وتقسيم الأحزاب بالمصحف يجعل نهاية الآية السابعة عشرة هي نهاية الحزب انتهى الهامش الثاني والخمسون رأس ثلاثين من الذاريات الحكيم العليم الثالث والخمسون رأس احدى عشرة من سورة الرحمن عز وجل ذات الأكمان هامش تقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن خاتمة القمر هي نهاية الحزب انتهى الهامش الرابع والخمسون خاتمة الحديد الخامس والخمسون رأس خمس آيات من الصف والله لا يهدي القوم الفاسقين هامش تقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن خاتمة الصف هي نهاية الحزب انتهى السادس والخمسون خاتمة التحرين السابعة والخمسون رأس عشر آيات من سورة الجن راشد هامش وتقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن خاتمة نوح هي نهاية الحزب انتهى الهامش الثامن والخمسون خاتمة المرسلات التاسع والخمسون خاتمة الغاشية هامش وتقسيم الأحزاب بالمصحف يشير إلى أن خاتمة الطارق هي نهاية الحزب انتهى والستون آخر القرآن والله أعلم الباب السابع بيان عدد آيات السور همش مما تنفرد بذكره محطوطة تيمور انتهى الهمش واحد فاتحة الكتاب وآياتها سبع سبع آيات بلا خلاف في جملتها واختلف في آياتين منها انتهى الوجه الأول واحد فعد الكوفيون والمكيون وجماعة من الصحابة والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم آية وتركوا أنعمت عليهم اثنان وعد الشاميون والبصريون أنعمت عليهم آية اثنان سورة البقرة وآياتها مئتان وست وثمانون مئتان وخمس وثمانون آية في عد الشامي والمكي والمدني وست في عد الكوفي وسبع في عد البصري وعطاء الميسار واختلافها في إحدى عشرة آية واحد عد الكوفيو ألف آية همش بعض الآية رقم عشرة كما هي في المصحف الآية الثانية ولهم عذاب أليم من الآية العاشرة انتهى الهامش اثنان وعد أي الكوفي ولهم عذاب أليم آية وترك إنما نحن مصلحون همش رأس الآية الحادية عشرة انتهى ثلاثة وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري إنما نحن مصلحون آية أربعة وعد البصري أن يدخلوها إلا خائفين آية همش بعض الآية الرابعة عشرة بعد المئة انتهى خمسة وعد الشامي والبصري واتقون يا أولي الألباب آية همش رأس الآية السابعة والتسعين والمئة انتهى الهامش ولم ينقل إلا عن الشاميين خلاف في هذا ستة وعد الكوفي والشامي والمكي والمدني الأول والبصري وما له في الآخرة من خلاق آية همش رأس الآية المئتان انتهى انتهى سبعة وعد المكي والمدني الأول ويسألونك ماذا ينفقون آية همش بعض الآية التاسعة عشرة بعد المئتين انتهى ثمانية وعد المكي والشامي والكوفي والمدني الأخير يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكون التاسعة عشرة بعد المئتين آية همش رأس الآية التاسعة عشرة بعد المئتين وقد جاءت مكررة كذلك في رأس الآية السادسة والستين بعد المئتين وكلتا هما بعد المئتين والأولى هي موضع الخلاف بناء على اعتبار ويسألونك ماذا ينفقون آية وهي التي بعد المئتين مباشرة انتهى الهامش وعد البصري أن تقولوا قولا معروفا آية وتركها المكي والمدني الأول همش وهي بعض الآية الخامسة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة انتهى الهامش عشرة وعد المكي والمدني الأخير والبصري الحي القيون آية همش بعض آية الكرسي رقم خمسة وخمسين بعد المئتين انتهى حادي عشر وعد المدني الأول يخرجوهم من الظلمات إلى المر آية همش بعض الآية السابعة والخمسين بعد المئتين انتهى ثلاثة سورة آل عمران وآياتها مئتان وآياتها مئتان نزلت بعد الأنفال مئتا آية بلا خلاف في جملتها إلا ما حكى بعض الرواه أنها تنقص آية على عدد أهل الشام قال لأنهم لم يعدوا حتى تنفقوا مما تحبون آية همش ونصدوا الآية رقم اثنين وتسعين انتهى الهامش والأول أصح واختلفوا في سبع آيات واحد فعد الكوفي ألف لامين آية حاشية وهي الآية الأولى في مصحف من سورة آل عمران انتهى اثنان وعد الكوفي والبصري وأنزل الفرقون آية حاشية وهي بعض الآية رقم أربعة انتهت الحاشية ثلاثة وعد الكوفي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آية همش وهي الآية الثامنة والأربعون في المصحف انتهى انتهى أربعة وعد البصري ورسولا إلى بني إسرائيل آية حاشية بينما هي صدر الآية التاسعة والأربعين في المصحف انتهى انتهى خمسة وعد الشامي والمكي والمدني الأول ومن المدني الأخير شيبة ونافع حتى تنفقوا مما تحبون آية حاشية من يصدر الآية الثانية والتسعين انتهى ستة وعد أبو جعفر وحده من أهل المدينة وتابعه الشامي مقام إبراهيم همش وهي بعض الآية السابعة والتسعين ولم يبين السابع من مواضع الخلاف انتهى فعدها آية أربعة سورة النساء وآياتها ست وسبعون ومئة نزلت بعد المنتحنة مئة وخمس وسبعون آية في عد المكي والمدنيين والبصي وعطاء ابن يسار وست في عد الكوفي وسبع في عد الشامي اختلافها في آيتين واحد عد الكوفي والشامي أن تضل السبيل آية همش وهي خاتمة الآية الرابعة والأربعين انتهى اثنان وعد الشامي وحده فيعذبهم عذابا أليما عند آخرها آية همش وهي بعض الآية الثالثة والسبعين والمئة وتكملتها ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا انتهى الهامش خمسة سورة المائدة وآياتها أشرون ومئة نزلت بعد الفتح مائة وعشرون آية في عد الكوفي واثنتان وعشرون في عد الشامي والمكي والمدني وثلاث في عد البصري وعطاء ابن يسار اختلافها ثلاث آيات واحد عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري أوفوا بالعقود آية همش بعض الآيات الأولى انتهى اثنان وعدوا أيضا ويعفوا عن كثير آية همش بعض الآيات الخامسة عشرة انتهى الهامش ثلاثة وعد البصري وحده فانكم غالبون آية همش بعض الآيات الثالثة والعشرين انتهى الهامش ستة سورة الأنعام وآياتها خمس وستون ومئة نزلت بعد الحجر مئة وخمس وستون في عدد الكوفي وستون في عدد الشامي والبصري وعطاء وسبعون في عدد المكي والمدني اختلافها أربع آيات واحد عد المكي والمدنيان وجعل الظلمات والنور آية واختلف عن المدني الأول في قوله منطين فروا انهم كانوا يعدونها آية فمن عدها آية لم يعد وجعل الظلمات والنور آية همش وجعل الظلمات والنور هي بعض الآية رقم واحد ومنطين بعض الآية رقم اثنين انتهى الهامش اثنان وعد الكوفي قل لست عليكم بوكيل آية همش وهي رأس الآية السادسة والستين انتهى ثلاثة وعد الشامي والمكي والمدنيان والبصري ويوم يقول كن فيكون آية همش وهي بعض الآية الثالثة والتسعين انتهى أربعة وعد أيضا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم آية وترك الكوفي هاتين الآيتين همش وهي صدر الآية الحادية والستين بعد المئة وانتهى الهامش سبعة سورة الأعراف وآياتها ست بعد مئتين نزلت بعد صاد مئتان وخمس آيات في عد الشامي والبصري وعطاء وست في عد الكوفي والمكي والمدنيين اختلافها خمس آيات واشد عد الكوفي أرف لان صاد آية همش وهي الآية الأولى انتهى اثنان وعد الشامي والبصري ودعوه مخلصين له الدين آية همش وهي بعض الآية رقم تسعة وعشرين انتهى ثلاثة وعد أي الشامي والبصري كما بدأكم تعودون آية همش وهي رأس الآية التاسعة والعشرين انتهى اربعة وعد المكي والمدنيان فآتهم عذابا ضعفا من النار همش وهي بعض الآية رقم ثمانية وثلاثين انتهى عدها المكي والمدنيان آية خمسة وعد المكي والمدنيان وتم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل آية همش وهي بعض الآية رقم سبعة وثلاثين ومئة انتهى الهامش ثمانية سورة الأنفال وآياتها خمس وسبعون نزلت بعد البقرة خمس وسبعون آية في عد الكوفي وست في عد المكي والمدنيين والبصري وعطاء وسبعا في عد الشامي اختلافها ثلاث آيات واحد عد الشامي والبصري ثم يغلبون همش وهي بعض الآية رقم ستة وثلاثين انتهى الهامش عدها آية اثنان وعد الشامي والمكي والمدنيان والبصري ولكن ليقضي الله أمرا كان مثعولا آية همش وهي بعض الآية الثانية والأربعين انتهى ثلاثة وعد الشامي والكوفي والمدنيان هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آية همش وهي رأس الآية الثانية والستين انتهى تسعة سورة التوبة وآياتها تسع وعشرون ومئة نزلت بعد المائدة مئة وتسع وعشرون آية في عد الكوفي وثلاثون في عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري وعطاء اختلافها ثلاث آيات واحد عد البصري ان الله بريء من المشركين آية كذا ذكره ابن شيطا وهو عجيب همش وهي بعض الآية الثالثة انتهى اثنان اثنان وعد الشامي آية همش وهي صدر الآية السبعين انتهى الهامش عشرة سورة يونس وآياتها تسع ومئة نزلت بعد الإسراء مئة وتسع آيات في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وعشر في عد الشامي اختلافها ثلاث آيات واحد عد الشامي وحده داعوا الله مخلصين له الدين آية همش وهي بعض الآية الثانية والعشرين انتهى الهامش اثنان وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين آية ولم يعدها الشامي همش وهي رأس الآية الثانية والعشرين انتهى ثلاثة وعد الشامي وحده وشفاء لما في الصدور آية همش وهي بعض الآية السابعة والخمسين انتهى حادي عشر سورة هود عليه السلام وآياتها ثلاث وعشرون ومئة نزلت بعد سورة يونس مئة وإحدى وعشرون آية في عدد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء واثنتان وعشرون في عد المدني الأول والشامي سوى أهل حمس اختلافها سبع آيات واحد عد الكوفي واشهدوا أني بني مما تشركون آية همش وهي رأس الآية الرابعة والخمسين انتهى الهامش اثنان اثنان وعد الشامي والمكي والكوفي والمدنيان يجادلنا في قوم لوط آية وتركها البصري همش وهي رأس الآية الرابعة والسبعين انتهى الهامش ثلاثة وعد الكوفي والمدني الأخير حجارة من سجير آية وترك مندود همش وهي بعض الآية الثانية والثمانين انتهى الهامش أربعة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري مندود آية همش وهي رأس الآية الثانية والثمانين انتهى الهامش خمسة وعد المكي والمدنيان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين آية همش وهي بعض الآية السادسة والثمانين انتهى ستة ستة وعد الشامي والكوفي والبصري اعملوا على مكانتكم إنا عاملون آية همش وهي رأس الآية الحادية والعشرين بعد المئة وانتهى الهامش ثاني عشر سورة سورة يوسف عليه السلام وآياتها احدى عشرة ومئة نزلت بعد سورة هود مئة واحدى عشرة آية عند الجميع بلا خلاف منهم في شيء منها ثالث عشر سورة سورة الرعد وآياتها ثلاث واربعون نزلت بعد سورة محمد همش لنس في الاصل بيان عنها انتهى الهامش رابع عشر سورة ابراهيم عليه السلام وآياتها اثنتان وخمسون نزلت بعد سورة نوح احدى وخمسون آية في عد البصري وعطاء اثنتان وخمسون في عد الكوفي اربع وخمسون في عد المكي والمدنيين واهل حمص خمس وخمسون في عد الشامي سوى اهل حمص اختلافها سبع آيات واحد عد الشامي والمكي والمدنيان لتخرج الناس من الظلمات الى النور آية همش وهي بعض الآية الاولى انتهى الهامش اثنان اعدوا ايضا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور آية همش همش وهي بعض الآية الخامسة انتهى الهامش ثلاثة وعبد المكي والمدنيان والبصري ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود آية همش وهي صدر الآية التاسعة انتهى انتهى اربعة وعد الشامي والكوفي والمدني الاول ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد آية همش وهي رأس الآية التاسعة عشرة انتهى خمسة وعد الشامي والكوفي والمدني الاخير والبصري وفرعها في السماء آية همش وهي رأس الآية الرابعة والعشرين انتهى ستة وعد الشامي والكوفي وسخر لكم الليل والنهار آية همش وهي رأس الآية الثالفة والثلاثين انتهى الهامش سبعة وعد الشامي وحده عما يعمل الظالمون آية همش وهي بعض الآية الثانية والاربعين انتهى الهامش خامس عشر سورة الحجر وآياتها تسع وتسعون نزلت بعد سورة يوسف تسع وتسعون آية في عبد الجميع بلا خلاف في شيء منها سابس عشر سورة النحل وآياتها ثمان وعشرون ومئة نزلت بعد سورة الكهف مئة وثمان وعشرون آية في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها سابع عشر سورة بني اسرائيل الإسراء وآياتها إحدى عشرة ومئة نزلت بعد القصص مئة وعشر آيات في عبد الشامي والمكي والمدنيين والمصري وعطاء وإحدى عشرة آية في عبد الكوفي اختلافها آية واحدة واحد عبد الكوفي وحده يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا آية هامش وهي رأس الآية السابعة بعد المئة انتهى الهامش ثامن عشر سورة الكهف وآياتها عشرة ومئة نزلت بعد الغاشية مئة وخمس آيات في عبد المكي والمدنيين وسبع في عبد الشامي وعشر في عبد الكوفي وإحدى عشرة ومئة في عبد البصري وعطاء وخلافها إحدى عشرة آية واحد في عبد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وَزِدِنَاهُمْ هُدَى آية هامش وهي رأس الآية الثالثة عشرة انتهى وتركها الشامي اثنان وعبد المدني الأخير ما يعلمهم إلا قليل آية وترك إني فاعل ذلك غدا هامش ما يعلمهم إلا قليل بعض الآية الثانية والعشرين وإني فاعل ذلك غدا رأس الآية الثالثة والعشرين انتهى الهامش ثلاثة وعبد الشامي والكوفي والمدني الأول والمكي والبصري إني فاعل ذلك غدا آية أربعة وعد الشامي والمكي وروايه عن الكوفي والمدني الأخير والبصري وجعلنا بينهما زرعا آية حاشية وهي رأس الآية الثانية والثلاثين انتهى انتهى خمسة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري ما أظن أن تبيد هذه أبدا آية حاشية وهي رأس الآية الخامسة والثلاثين انتهى انتهى وفي رواية أن الشامي لم يعدها والصحيح أنه كان يعدها ستة وعد الكوفي والبصري فأتبع سبب آية همش وهي الآية الخامسة والثمانون انتهى سبعة وعد الشامي والمكي والمدني الأول والبصري ووجد عندها قوما آية همش وهي بعض الآية السابسة والثمانين انتهى ثمانية وعد الكوفي والبصري قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا آية وتركها الحجازي همش وهي الآية الثالثة بعد المئة وانتهى الهامش انتهى الشريط الخامس والكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابس من الكتاب تاسع عشر سورة مريم وآياتها ثمانا وتسعون نزلت بعد فاطر ثمانا وتسعون آية في عبد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء وتسع وتسعون في عبد المكي والمدني الأخير خلافها في ثلاث آيات واشد عند الكوفي كاف ها يا عين صال آية همش وهي الآية الأولى في المصحف انتهى اثنان اثنان وعبد المكي والمدني الأخير واذكر في الكتاب إبراهيم آية هامش وهي صدر الآية الحادية والاربعين التاسعة والستون كما هي في المصحف انتهى ثلاثة ثلاثة وعبد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فليمدد له الرحمن مدى آية هامش وهي بعض الآية الخامسة والسبعين انتهى وتركها الكوفي عشرون سورة طاها وآياتها خمس وثلاثون ومئة نزلت بعد سورة مريم مئة واثنتان وثلاثون آية في عد البصري وعطاء واربع في عد المكي والمدنيين وخمس في عد الكوفي وثمان في عد اهل حمس خلافها احدى وعشرون آية هامش بينما عدها ثمتين وعشرين انتهى واخد عد الكوفي طاها آية اسمان وعد الشامي والكوفي والمدنيان كي نسبحك كثيرا آية حاشية حاشية وهي الآية الثالثة والثلاثون انتهت الحاشية ثلاثة وعد أيضا ونذكرك كثيرا آية هامش وهي الآية الرابعة والثلاثون انتهى الهامش أربعة وعد أهل حمس فاقض فيه في اليوم آية هامش بعد الآية التاسعة والثلاثين كما هو في المصحف انتهى الهامش خمسة وعد الشامي والمكي والمدنيان وألقيت عليك محبة مني آية حاشية وهي بعض الآية التاسعة والعشرين انتهى ستة وعد الشامي والمكي وحده كي تقرى عينها ولا تحزن آية هامش وهي بعض الآية الاربعين انتهى سبعة وعد الشامي والمكري وشتناك فتونا آية هامش وهي بعض الآية الاربعين انتهى ثمانية وعد الشامي وحده فلدفت سمين في أهل مدين آية هامش وهي بعض الآية الاربعين انتهى الهامش تسعة وعد الشامي والكوفي واصطنعتك لنفسي آية حاشية وهي بعض الآية الحادية والاربعين انتهى عشرة عشرة وعد الشامي وحده عشرة فأرسل معنا بني إسرائيل آية حاشية وهي الآية السابعة والاربعون انتهى الهامش حادي عشرة وعد الشامي وحده حاشية ولقد أوحينا إلى موسى آية حاشية وهي بعض الآية السابعة والسبعين انتهت الحاشية ثاني عشر وعد الكوفي وحده فغشيهم من اليم ما غشيهم آية حاشية حاشية وهي سجر الآية الثامنة والسبعين انتهى الآية وفي رواية أن الشامي تابع الكوفي على ذلك ثالث عشر وعد المكي والمدني الأول غضان أسفا آية هامش وهي رأس الآية السادسة والثمانين انتهى الهامش رابع عشر وعد المدني الأخير وعدا حسنا آية حاشية وهي بعض الآية السادسة والثمانين انتهت الحاشية خامس عشر وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري فكذلك ألق السامري آية حاشية وهي بعض الآية السابعة والثمانين انتهت الحاشية ونقل في رواية أن الشامية لم يعدها سالس عشر وعد المكي والمدني الأول إلهكم وإله موسى آية حاشية وهي رأس الآية الثامنة والثمانين انتهى الهامش سابع عشر وعد الشامي والكوفي والمدني الأخير والبصري فانسي آية أعني هذه الكلمة وحدها هامش وهي بعض الآية التاسعة والثمانين انتهى الهامش شامن عشر وعد المدني الأخير ألا يرجع إليهم قولا آية هامش وهي رأس الآية التاسعة والثمانين انتهى الهامش تاسع عشر وعد الكوفي إذ رأيتهم ضلوا هامش وهي بعض الآية الثانية والتسعين وانتهى الهامش عشرون وعد الشامي والبصري قاع صفصفا آية حاشية وهي رأس الآية السابسة بعد المئة انتهت الحاشية انتهت الحاشية الحادي والعشرون وعد الشامي والمكي والمدنيان فإما يأتينكم مني هدى آية حاشية وهي رأس الآية الثالثة والعشرين بعد المئة وانتهت الحاشية الثاني والعشرون وعد أيضا زهرة الحياة الدنيا آية وتركها الكوفي حاشية وهي بعض الآية الحادية والثلاثين بعد المئة وانتهت الحاشية الرقم الحادي والعشرون سورة الأنبياء وآياتها اثنتا عشرة ومئة نزلت بعد سورة إبراهيم مئة وإحدى عشرة آية في عبد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء واثنتا عشرة آية في عبد الكوفي خلافها آية واحدة واحد عبد الكوفي وحده ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم آية حاشية وهي بعض الآية السابسة والستين وانتهت الحاشية الرقم إثمان وعشرون سورة الحج وآياتها ثمان وسبعون نزلت بعد النور أربع وسبعون آية في عدد الشامي وخمس في عدد البصري وعطاء وست في عدد المدنيين وسبعون في عدد المكي وثمان وسبعون في عدد الكوفي خلافها خمس آيات واحد عند الكوفي وحده يصب من فوق رؤوسه ملحمين آية حاشية وهي رأس الآية التاسعة عشرة انتهت الحاشية اثنان وعد أيضا وحده ما في بطونهم والجلود آية حاشية خاتمة الآية العشرين انتهت الحاشية ثلاثة ثلاثة والبصري وعاد وثمود آية حاشية خاتمة الآية الثانية والاربعين من سورة الحج انتهت الحاشية أربعة وعد الكوفي والمكي والمدنيان وقوم الوطر آية حاشية خاتمة الآية الثالثة والاربعين انتهت الحاشية خمسة وعد المكي وحده هو سماكم المسلم آية وقيم ليست عندهم آية حاشية وهي بعض الآية الثامنة والسبعين وهي خاتمة سورة الحج انتهت الحاشية الرقم أربعة وعشرون سورة النور وآياتها أربع وستون نزلت بعد الحشر اثنتان وستون آية في عد المكي والمدنيين وثلاث في عد أهل حمص وفي عد الكوفي وعطاء بن يسار خلافها ثنتان واحد عد الشامي والكوفي والبصري بالغدو والآصار آية حاشية وهي خاتمة الآية السادسة والثلافين انتهت الحاشية اثنان وعد أيضا يذهب بالأرصار آية وتركها الحجازي حاشية وهي خاتمة الآية الثالثة والأربعين انتهت الحاشية ثلاثة اثنان وعدوا كلهم غير أهل حمص لأولي الأرصار آية حاشية وهي خاتمة الآية الرابعة والأربعين ويبدو أن خلافها ثلاث آيات لفنتين انتهى الخامس والعشرون سورة الفرقان وآياتها نزلت بعد ياسين سبع وسبعون آية في عبد الجميع لا خلاف بينهم في شيء منها السادس والعشرون سورة الشعراء وآياتها سبع وعشرون ومئتان نزلت بعد الواقع ثنتان وست وعشرون في عبد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء وسبعون في عد الشامي والكوفي والمدني الأول خلافها أربع آيات واحد عد الكوفي طاسي وزين آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم واحد وانتهت الحاشية اثنان عبد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فلسوف تعلمون آية حاشية حاشية وهي بعض الآية التاسعة والأربعين انتهت الحاشية ثلاثة وعد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان أينما كنتم تعبدون آية حاشية وهي كما في المصحف رأس الآية الثانية والتسعين كذلك انتهت الحاشية أربعة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وما تنزلت به الشياطين آية حاشية الآية العاشرة بعد المائتين انتهت الحاشية الرقم سبعة وعشرون سورة النمل آياتها ثلاث وتسعون نزلت بعد سورة الشعراء ثلاث وتسعون في عبد الكوفي وأربع في عبد الشامي والبصري وعطاء وخمس في عد المكي والمدنيين اختلافها في اثنتين واحد عد المكي والمدنيان وأولو بأس شديد آية حاشية وهي بعض الآية الثالثة وثلاثين في المصحف انتهت الحاشية اثنان اثنان عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري من قوارير آية حاشية وهي بعض الآية الرابعة والاربعين في المصحف انتهت الحاشية الرقم ثمانية وعشرون سورة القصص وآياتها ثمان وثمانون نزلت بعد النمل ثمان وثمانون آية ليس في جملتها خلاف بينهم عدى عثمان ابن عطاء فانها في عدده ست وثمانون واختلفوا في اثنتين منها واحد عدى الكوفي قاسي آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم واحد انتهت الحاشية اثنان وعدى الشامي والمكي والبصري أمة من الناس يسقون آية وتركها الكوفي حاشية وهي بعض الآية الثالثة والعشرين انتهت الحاشية الرقم تسعة وعشرون سورة العنكبوت وآياتها تسع وستون نزلت بعد الروم تسع وستون آية ليس في جملتها اختلاف بينهم إلا في قول أهل حمص فإنها في عددهم سبعون آية واختلفوا في ثلاث آيات منها واحد فعد الكوفي ألف لام آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم واحد انتهت الحاشية اثنان اثنان وعد المكي والمدنيان وتقطعون السبيل آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية رقم تسعة وعشرين انتهت الحاشية ثلاثة وعد الشامي والبصري مخلصين له الدين آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية الخامسة والستين انتهت الحاشية أربعة ورؤية عن أهل حمص أنهم عدوا أفب الباطل يؤمنون آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية السابعة والستين ويبدو أن الخلافة في أربع لا في ثلاث وانتهت الحاشية الرقم ثلاثون سورة الروم وآياتها ستون نزلت بعد الانشقاق تسع وخمسون آية في عدد المكي والمدني الأخير وستون في عدد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء اختلافها أربع آيات واحد عدد الكوفي ألف لا آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم واحد انتهت الحاشية اثنان اثنان وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري غلبت الروم آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم اثنين انتهت الحاشية ثلاثة وعد الشامي والمكي والمدني الأخير والبصري في بضع سنين آية حاشية وهي في المصحف صدر الآية الرابعة بين معقوفتين الخامسة عشرة والمئة وهي في المصحف بعض الآية رقم خمسة وخمسين وهو يشير الى آية يقسم المجرمون انتهت الحاشية أربعة وعد المدني الأول يقسم المجرمون آية وهي في المصحف بعض الآية الخامسة والخمسين الرقم الحادي والثلاثون سورة القمان آياتها أربع وثلاثون نزلت بعد الصعفات ثلاث وثلاثون آية في عبد المكي والمدنيين وأربع في عبد الشامي والبصري وعطاء اختلافها في اثنتين واحد عبد الكوفي عبد الكوفي ألف لام آية حاشية وهي كذلك في المصحف أول آية من السورة انتهت الحاشية اثنان وعد الشامي والبصري دعا الله مخلصين له الدين آية حاشية وهي بعض الآية الثانية وثلاثين انتهت الحاشية الرقم اثنان وثلاثون سورة السجدة آياتها ثلاثون نزلت بعد المؤمنون تسع وعشرون آية في عبد البصري وعطاء وثلاثون آية في عبد الشامي والكوفي والمدنيين اختلافها في اثنتين واحد عبد الكوفي الافلان آية حاشية وهي كذلك في المصحف انتهت الحاشية اثنان وعد الشامي والمكي والمدنيان انا لفي خلق جديد آية حاشية بعض الآية العاشرة انتهت الحاشية الرقم ثلاث وثلاثون سورة الأحزاب آياتها ثلاث وسبعون نزلت بعد آل امران ثلاث وسبعون آية في عبد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرابع والثلاثون سورة سبا وآياتها اربع وخمسون نزلت بعد لقمان اربع وخمسون آية في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وخمس في عد الشامي اختلافها آية واحدة واحد عد الشامي وحدة عينين وشمال آية حاشية بعض الآية الخامسة عشرة انتهت الحاشية الرقم خمسة وثلاثون سورة الملائكة وهي سورة فاطر وآياتها خمس واربعون نزلت بعد الفرقان اربع واربعون آية في عد اهل حمص وخمس في عد الكوفي والمدني الاول والبصري وعطاء وست في عد المدني الاخير والشامي سوى اهل حمص اختلافها سبع آيات واحد عد الشامي والبصري الذين كفروا لهم عذاب شديد جديد آية حاشية وهي صدر الآية السابعة انتهت الحاشية اثنان وعد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان ويأتي بخلق جديد آية حاشية وهي خاتمة الآية السادسة عشرة انتهت الحاشية ثلاثة وعد كلهم غير اهل البصرة وما يستوي الاعمى والبصير آية حاشية وهي الآية التاسعة عشرة انتهت الحاشية أربعة ولا الظلمات ولا النور آية تركها البصري وعدها الاخرون حاشية حاشية وهي الآية العشرون انتهت الحاشية خمسة وعد الكوفي والمدنيان والبصري وما أنت بمسمع من في القبور آية حاشية وهي خاتمة الآية الثانية والعشرين انتهت الحاشية ستة وعد البصري وعد البصري يمسك السماوات والأرض أن تزولا آية همش بعض الآية الحادية والأربعين انتهت الحاشية وعد الشامي والمدني الأخير والبصري فلن تجد لسنة الله تبديلا آية حاشية بعض الآية الثالثة والأربعين وانتهت الحاشية الرقم ستة وثلاثون سورة ياسين آياتها ثلاث وثمانون نزلت بعد الجن فنتان وثمانون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وثلاث في عد الكوفي اختلافها آية واحدة واحد عد الكوفي ياسين آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم واحد انتهت الحاشية الرقم سبعة وثلاثون سورة الصافات وآياتها ثنتان وثمانون ومئة نزلت بعد الأنعام مئة وإحدى وثمانون آية في عد أبي جعفر المدني والبصري وعطاء وثنتان وثمانون في عد الشامي والكوفي والمدني الأول وشيبة ونافع من المدني الأخير اختلافها ثنتان واحد في عد الشامي والمكي والكوفي والمدنيان احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم اثنين وعشرين انتهت الحاشية اثنان وعد أهل العدد كلهم وإن كانوا ليقولون آية إلا أبا جعفر المدني وحده فإنه ما عدها آية فلذلك صار جملتها مئة وإحدى وثمانين آية في عد أبي جعفر وحده من المدني الأخير مثل البصري وعطاء في الجملة حاشية وإن كانوا ليقولون هي الآية السابعة والستون بعد المئة انتهت الحاشية وجميع العادين عدوا من كل جانب آية إلا أهل حمص فإنهم لم يعدوها حاشية خاتمة الآية الثامنة انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول وعدوا دحورا آية حاشية صدر الآية التاسعة انتهت الحاشية الرقم ثمانية وثلاثون سورة صاد وآياتها ثمان وثمانون نزلت بعد القمر ست وثمانون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وثمان وثمانون في عد الكوفي وحده اختلافها ثلاث آيات واحد عد الكوفي والقرآن للذكر آية حاشية بينما هي في المصحف عجز الآية الأولى انتهت الحاشية اثنان اثنان وعد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان وغواص آية وتركها البصري حاشية بينما هي في المصحف عجز الآية السابعة والثلاثين انتهت الحاشية ثلاثة وعد الكوفي والبصري فالحق والحق أقول آية حاشية بينما هي في المصحف مصدرة بقوله تعالى قال فالحق والحق أقول آية الرابعة والثمانون وانتهت الحاشية الرقم تسعة وثلاثون سورة الزمر وآياتها خمس وسبعون نزلت بعد سبا سنتان وسبعون في عد المكي والمدنيين والبصري وعطاء وثلاث في عد الشامي وخمس في عد الكوفي اختلافها سبع آيات واحد عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فيما هم فيه يختلفون آية حاشية وهي بعض الآية الثالثة امتهت الحاشية اثنان عد الشامي والكوفي قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين آية وقيل ان الشامية لم يعدها آية حاشية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم 11 انتهت الحاشية ثلاثة عد الكوفي قل الله اعبد مخلصا له ديني آية حاشية وهي الآية الرابعة عشرة انتهت الحاشية أرد ارد أرد وعد الشامي والكوفي والمدني الاخير والبصري فبشر عباد آية حاشية وهي خاتمة الآية السابعة عشرة انتهت الحاشية خمسة خمسة وعد المكي والمدني الأول تجري من تحتها الأنهار آية حاشية وهي بعض الآية العشرين انتهت الحاشية ستة وعد الكوفي ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا آية حاشية وهي خاتمة الآية السادسة والثلاثين انتهت الحاشية سبعة وعد أيضا يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون آية حاشية وهي خاتمة الآية التاسعة والثلاثين وانتهت الحاشية الرقم أربعون سورة المؤمن وهي أيضا تسمى غافر وآياتها خمس وثمانون نزلت بعد الزمر فنتان وثمانون آية في عد البصري وعطاء وأربع في عد المكي والمدنيين وأهل حمص في عد الكوفي وست في عد الشامي لأهل حمص وفي رواية أنها خمس وثمانون في عد الشامي اختلافها تسع آيات واحد عد الكوفي حام آية حاشية وهي الآية الأولى انتهت الحاشية اثنان وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري لينذر يوم التلاق آية وتركها الشامي حاشية رأس الآية الخامسة عشرة انتهت الحاشية ثلاثة وعد الشامي وحده يوم هم بارزون آية حاشية وهي صدر الآية السادسة عشرة انتهت الحاشية أربعة عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري لدى الحناجر كعظمين آية وتركها الكوفي حاشية وهي بعض الآية الثامنة عشرة انتهت الحاشية خمسة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والمكي وأورثنا بني اسرائيل الكتاب آية حاشية رأس الآية الثالثة والخمسين انتهت الحاشية ستة ستة وعد الشامي والمدني الأخير وما يستوي الأعمى والبصير آية حاشية صدر الآية الثامنة والخمسين انتهت الحاشية سبعة وعد الشامي والكوفي والمدني الأخير والسلاسل يسحبون آية حاشية رأس الآية الحادية والسبين انتهت الحاشية ثمانية وعد المكي والمدني الأول في الحمين آية حاشية وهي صدر الآية الثامنة والسبين انتهت الحاشية تسعة وعد الشامي والكوفي وعد الشامي والكوفي أينما كنتم تشركون آية حاشية رأس الآية الثالثة والسبين انتهت الحاشية ولم يعد أحد منهم كلهم مخلصين له الدين آية حاشية بعض الآية الخامسة والستين وانتهت الحاشية الرقم الحادي والأربعون سورة السجدة وآيتها أربع وخمسون نزلت بعد غافر اثنتان وخمسون آية في عبد الشامي والبصري وعطاء وثلاث في عبد المكي والمدنيين وأربع في عبد الكوفي اختلافها آيتان واحد في عبد الكوفي حان آية بين معقوفتين وهي الآية الأولى اثنان وعد الكوفي والمكي والمدنيان مثل صائقة عاد وثمود آية بين معقوفتين خاتمة الآية الثالثة عشرة الرقم اثنان واربعون سورة عن سينقاف الشورى وآياتها ثلاث وخمسون نزلت بعد فصلت خمسون آية في عبد المكي والمدنيين والبصري وعطاء والشامي سوى أهل حمص وثلاث وخمسون آية في عد الكوفي خلافها ثلاث آيات واحد عد الكوفي حان آية بين معقوفتين وهي الآية الأولى اثنان وعد عن سينقاف آية بين معقوفتين وهي الآية الثانية ثلاثة وعد كالأعلام آية بين معقوفتين وهي خاتمة الآية الثانية والثلاثين الرقم ثلاث واربعون سورة الزخرف وآياتها تسع وثمانون نزلت بعد الشورع ثمان وثمانون آية في عبد الشامي وتسع وثمانون في عبد الكوفي والمكي والمدنيين اختلافها آيتان واحد في عبد الكوفي حام آية بين معقوفتين الآية الأولى اثنان وعد المكي والمدنيين والبصري أم أنا خير من هذا الذي هو مهين آية بين معقوفتين بعض الآية الثانية والخمسين الرقم أربعة وأربعون سورة الدخان آياتها تسع وخمسون نزلت بعد الزخرف ستل وخمسون آية عند الشامي والمكي والمدنيين وسبع في عبد البصري وعطاء اختلافها أربع آيات واحد عد الكوفي حام آية بين معقوفتين وهي الآية الأولى اثنان وعد الشامي والكوفي والمدني والبصري إن شجرة الزقون آية بين معقوفتين وهي الآية الثالثة والأربعون ثلاثة وعد الكوفي والمكي والمدني الأخير يغني في البطون آية بين معقوفتين وهي الخاتمة الآية الخابسة والأربعين الرقم خمسة وعربعون سورة الجافية آياتها سبعا وثلاثون نزلت بعد الدخان ست وثلاثون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وسبعا في عد الكوفي اختلافها آية واحدة واحد عد الكوفي وحدة حامين آية بين معقوفتين وهي الآية الأولى الرقم ستة واربعون سورة الأحقاف وآياتها خمس وثلاثون نزلت بعد الجافية أربع وثلاثون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وسبعا في عد الكوفي اختلافها آية واحدة واحد عد الكوفي وحدة حامين بين معقوفتين وهي الآية الأولى الرقم سبعة واربعون سورة محمد صلى الله عليه وسلم آياتها ثمان وثلاثون نزلت بعد الحديد ثمان وثلاثون آية في عد الكوفي وتسع في عد المكي والمدنيين والشامي سوى أهل حمص واربعون في عد الكوفي وعطاء وأهل حمص اختلافها اثنتان واحد عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري حتى تضع الحرب أوزارها آية بين معقوفتين وهي بعض الآية الرابعة وتركها الكوفي اثنان وعد البصري وأهل حمص من خمر لذة للشاربين آية وهي بعض الآية الخامسة عشرة الكلام على سورة الفتح الرقم ثمانية واربعون سورة الفتح آياتها تسع وعشرون نزلت بعد الجمعة تسع وعشرون آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرقم تسعة واربعون سورة الحجرات آياتها ثمانية عشرة نزلت بعد المجادلة ثمانية عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرقم خمسون سورة قاف آياتها خمس واربعون نزلت بعد المرسلات خمس واربعون آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرقم واحد وخمسون سورة الذاليات آياتها ستون نزلت بعد الأحقاف ستون آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرقم اثنان وخمسون سورة الطور آياتها تسع واربعون نزلت بعد السجدة سبع واربعون آية في عد المكي والمدنيين وثمان في عد البصري وعطاء وتسع في عد الشامي والكوفي اختلافها آيتان واحد عد الشامي والكوفي إلى نار جهنم دعاء حاشية خاتمة الآية الثالثة عشرة سورة الطور انتهى الهامش اثنان حاشية لم يذكر الموضع الثاني للخلاف وانتهت الحاشية الرقم ثناثة وخمسون سورة النجم آياتها ثنتان وستون نزلت بعد الاخلاص احدى وستون آية في عد المكي والمدنيين والبصري وعطاء والشامي سوى اهل حمص واثنتان وستون في عد الكوفي واهل حمص اختلافها ثلاث آيات واحد عد الكوفي لا يغني من الحق شيئا حاشية بقية الآية الثامنة والعشرين انتهت الحاشية اثنان عد الشامي فاعرض عن من تولى حاشية بقية الآية التاسعة والعشرين انتهت ثلاثة عد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري ولم يورد إلا الحياة الدنيا آية حاشية صدر الآية التاسعة والعشرين انتهت الرقم اربعة وخمسون سورة القمر آيتها خمس وخمسون نزلت بعد الطارق خمس وخمسون آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها الرقم خمسة وخمسون سورة الرحمن آياتها ثمان وسبعون نزلت بعد الرعد ستم وسبعون آية في عد البصري وعطاء وسبعون وسبعون في عد المكي والمدنيين اختلافها خمس آيات واحد عد الشامي والكوفي قوله الرحمن آية بين معقوفتين وهي الآية الأولى اثنان عد الشامي والكوفي والمكي والبصري خلق الإنسان الحرف الأول آية وتركها المدني بين معقوفتين وهي الآية الثالثة حاشية تكررت خلق الإنسان مرتين الحرف الأول منهما في الآية الحادية والستين والمئة أما الحرف الثاني فصبر الآية الرابعة عشرة والمراض بالحرف الكلمة أو الجملة وانتهت الحاشية ثلاثة عد المكي والمدنيان شواغ آية وهي بعض الآية الخامسة والثلاثين أربعة عد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان التي يكذب بها المدرمون آية وتركها البصري بين معقوفتين نهاية الآية الثالثة والأربعين سورة الواقعة الرقم ستة وخمسون آياتها سبت وتسعون نزلت بعد طاها سبت وتسعون آية في عد الكوفي سبع في عد البصري وعطاء تسعون في عد الشامي والمكي والمدنيين اختلافها أربع عشرة آية واحد عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فأصحاب الملممة الحروج الأولى آية بين معقوفتين هي صدر الآية الثامنة اثنان عد أيضا وأصحاب المشأمة الحروج الأولى آية وهي صدر الآية التاسعة ثلاثة عد الكوفي المكي والمدنيان وحمص على سرور الموضون آية وهي الآية الخامسة عشرة أربعة عد المكي والمدني الأخير بأكواب وأذار يقع آية وهي صدر الآية الثامنة عشرة خمسة عد الكوفي والمدني الأخير والبصري لغوا ولا تأثيم آية وهي خاتمة الآية الخامسة والعشرين ستة عد الشامي والمدني الأول والمكي والبصري وأصحاب اليمين الحروف الأولى آية وهي مقدمة الآية السابعة والعشرين سبعة عد الصمي والكوفي والمكي والمدنيان إنا أنشأناهن إن شاء آية وهي الآية الخامسة والثلاثون ثمانية عد الصمي والمكي والمدنيان والبصري في شمون وحن آية وهي الثانية والأربعون تسعة عد المكي وحده وكانوا يقولون آية وهي مقدمة الآية السابعة والأربعين عشرة عد الكوفي والمكي والمدني الأول والبصري قل إن الأولين والآخرين آية وهي الآية التاسعة والأربعون حادي عشر عد الشامي المدني الأخير لمجمون آية وهي مقدمة الآية الخمسين ثاني عشر عد الشامي وحده دون الحنس فريح وريخان آية دون معقوفتين وهي صدر الآية التاسعة والثمانين الرقم سبعة وخمسون سورة الحديد آياتها تسع وعشرون نزلت بعد الزلزلة ثاني وعشرون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين وتسعا في عد الكوفي والبصري وعطاء اختلافها آيتان واحد عد الكوفي وحده وظاهره من قبله العذاب آية وهي خاتمة الآية الثالثة عشر اثنان عد البصري وحده وآية المان من يجين بعض الآية السابعة والعشرين الرقم ثمانية وخمسون سورة المجادلة وآياتها في ثاني وعشرون نزلت بعد المنافقون احده وعشرون آية في عد المكي والمدني الأخير واثنتان وعشرون في عد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء اختلافها آية واخد في عد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري أولئك في الأذنين آية وهي خاتمة الآية العشرين الرقم تسعة وخمسون سورة الحشر آياتها أربع وعشرون نزلت بعد البينة أربع وعشرون آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ستون سورة المتحنة آياتها ثلاث عشرة نزلت بعد الأحزاب ثلاث عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم واحد وستون سورة الصف آياتها أربع عشرة نزلت بعد التغاب أربع عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم اثنان وستون سورة الزمعة آياتها احدى عشرة نزلت بعد الصف احدى عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثلاثة وستون سورة المنافقون آياتها احدى عشرة نزلت بعد الحج احدى عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم اربع وستون سورة التغاب آياتها ثماني عشرة آية نزلت بعد التحريم ثماني عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم خمسة وستون سورة الطلاق آياتها اثنة عشرة آية نزلت بعد الإنسان احدى عشرة آية في عد البصري واثنة عشرة في عد الكوفي والمكي والمدنيين وعطاء والشامي سوى أهل حمس وثلاثة عشرة في عد أهل حمس اختلافها اختلافها ثلاث آيات واحد عد الشامي وحده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر آية وهي بعض الآية الثانية اثنان وعد الكوفي وأهل حمس والمدني الأخير يجعل له مخرج آية وهي خاتمة الآية الثانية ثلاثة وعد المجمين الأول خد تقل معها أولي الألبار آية وهي خبر الآية العاشرة الرقم ستة وستون سورة التحرين وآيتها اثنة عشرة نزلت بعد الحجرات اثنة عشرة آية في عبد الجميع بلا خلاف في شيء منها إلا أن أهل حمس زادوا آية وهي التي أوجبت لهم الزيادة وذكر عورهم أن تلك الآية ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمهار بين معقفتين هي بعض الآية الثامنة الرقم سبعة وستون سورة الملك آياتها ثلاثون نزلت بعد الطور ثلاثون آية في عبد الشامي والكوفي والمدني الأول وأبي جعفر وحدة من المدني الأخير اختلافها آية واحد عبد المكين يا شيبة وناسى قالوا بلى قد جاء أنا ندير آية وهي صدر الآية التنسعة الرقم ثمانية وستون صورة من القلم وآياتها ثمتان وخمسون نزلت بعد العلق ثمتان وخمسون آية في عبد الجميع بلا خلاف منهم في شيء منها الرقم تسعة وستون سورة الحياة عقا آياتها ثمتان وخمسون نزلت بعد الملك إحدى وخمسون آية في عبد البصري وعطاء والشام سوى أهل حمص ثمتان وخمسون في عبد الكوفي والمكين والمدنيين وأهل حمص اختلافها آيتان واحد عبد الكوفي الحاق الحرف الأول آية وهي الآية الأولى اثنان عبد المكين والمدنيين كتابه بشماله آية بين معقوفتين وهي بعض الآية الخامسة والعشرين ثلاثة فيها آية ثالثة اختلف فيها وهي قول حشوما بعض الآية السابعة انتهى الشريط السادس وللكتاب البقية على الشريط التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة